كتاب إسرائيل البداية والنهاية تأليف الدكتور مصطفى محمود يقدم إليكم من قناة ورقة في رحلة تحسين حياة إنسان لتقرأ معنا بأذنيك الفصل الأول أجراس الإنذار يرفض حزب اللايكود الحاكم مبدن الأرض في مقابل السلام ويعتبر الأرض العربية المحتلة حقا مقدسا لإسرائيل تبني فيها من المستوطنات ما تشاء عملا بكلمات التوراة الأرض التي تدوسها أقدامكم فهي لكم ولا نعلم ماذا سوف تدوس أقدامهم غدا وبعد غد إن ملف الأرض يجب أن يقفل إلى الأبد فإذا أقفل العرب هذا الملف وأعطوا إسرائيل الأمان فإن للعرب في ذمة إسرائيل السلام وهذا هو ما جاء نتنياه من أجله السلام في مقابل الأمن وليس الأرض فالأرض انتهت إلى الحيازة الإسرائيلية الأبدية والقدس أصبحت عاصمة لإسرائيل ولا حق للعرب فيها إلا مجرد زيارة لمقدساتهم وقراءة الفاتحة لأمواتهم ثم العودة من حيث أتو هذا هو الكارت الذي يضعه نتنياه على مائدة المفاوضات وقد اجتمع الرؤساء العرب يتداولون وحسنا فعلوا لقد جاء نتنياه ليحصل منهم على سك تنازل وليس التفاوض على رد شيء والجالسون على الطرف الآخر من المائدة هم دول المواجهة والمستمعون هم مائة مليون عربي من دول المنطقة وألف مليون مسلم بطول العالم وعرضه وعلى الطرف المقابل يقف مغتصب يشترط أن تبقى تحت يده الأرض المنهوبة المغتصبة لك يرضى ويسالم ويصافح ويوقع إنه شيء أكثر من الأثم فهو اعتزاز بالأثم وهذه العزة بالأثم نستمد اعتزازها من المساندة الأمريكية والتأييد الغربي والتسليح المتفوق والترسانة النووية وأيضا من الضعف والهوان والتشرذم العربي والتراجع الإسلامي في كل الميادين وماذا يجدي ألف مليون مسلم بدون صوت يكافاء عددهم إن جريمة التخاذ الاشترك فيها الكل ويجب أن يرجع عنها الكل إن الاعتداء على كلب ضال في مدينة أوروبية تعقبه مسيرة احتجاج في الشوارع من أعضاء جماعات الرفق بالحيوان فما بالميوة في النئة وثلاثين مقبرة جماعية للمسلمين في البوسنة دفن فيها تسعون ألف قتيل وطحنت لحومهم وعظامهم وقدمت طعاما للخنازير ثم مقابر جمعية لجنود مصريين في رمال سيناء أبيدو في مجازر غدر ولم نر مسيرة واحدة في أي بلد إسلامي تحتج ولو احتجاجا صامتا برفع اللافتات وتوزيع المنشورات إن التقصير شامل والسلبية على رؤوس الكل والمواجهة اليوم ليست بصدد أرض فقط بل هي بشأن دين وكرامة ومستقبل وبقاء أو عدم بقاء أمة لها بصمة عريضة في التاريخ والثلاثة عشر مليون يهودي لن يرجح في الميزان كفة ألف مليون مسلم والترسانة النووية لن تصنع انتصارا لإسرائيل وهي لم تنجد روسيا حين منهارت إن السلاح وحده لا يستطيع أن يصنع نصرا حضاريا وهل صنعت تتار شيئا وهم الذين انتصروا على المسلمين ثم دخلوا في الأسلام رغم انتصارهم إن الحكاية أكبر مما يتصور الذين خططوا لها إننا نقف على مشارف منعطف تاريخ خطير إن الكارثة تهدد الكل وما من دولة من دول المواجهة إلا وستصاب في أرضها واقتصادها وأبنائها واستقلالها إذا أخطأ أولو الأمر فيها حساباتهم ومنذ سنوات حينما تجمع العرب مع دول العالم لضرب العراق في حرب الخليج قلنا لهم ساعتها إنكم تضربون العراق بأيد أمريكية وسوف يكون النصر داميا لنفوس الجميع وسوف يكره كل واحد نفسه وأخاه وسوف تفتح جراح عربية لا تندمل وسوف تستنزف الثروات العربية بدون جدوى وسوف يستبقى الأمريكان صدام حسين لاستعماله للتهديد والابتزاز كل ما حلى لهم وكل ما احتاجوا إلى رشفة أخرى من المال العربي وقد حدث كل هذا وأكثر لقد كانت مكيدة محكمة شربناها جميعا وجاءت القواعد العسكرية الأمريكية لتحتل سواحل الخليج والجزيرة العربية تحت شعار معلن هو حماية بترول العرب من أجل العرب وبدأ الكل بدفع فواتير الاحتلال الجديد ونفقات الجنود الأمريكان بالدولار وبالبترول المرهون تحت الأرض إلى ما شاء الله ونزلت بعض الميزانيات العربية إلى ما تحت الصفر والحسابات الدائنة أصبحت مدينة والجيوب الملآنة غدت خاوية وأسدل الستار على الفصل الأول من المأساة واليوم يرتفع الستار عن الفصل الثاني من المكيدة الأمريكية والابتزاز الغربي ليضغط الدائنون الكبار على دول المنطقة الجريحة التي تنزف دما واقتصادا ليقبل الأفعى الإسرائيلية في الحضن العربي ويفسح لها مكانا في أرضهم واقتصادهم ولقمة عيشهم ويوقعوا على سلام إسرائيلي بشروط إسرائيلية وذلك من أجل أن تتدفق الأرض لبن وعسلا ويعم الرخاء على الجميع واللبن والعسل والرخاء الموعود والجنة الإسرائيلية هي موضوع الفصل الثالث والختامي من المأساة حينما تفتح إسرائيل نيران ترسانتها العسكرية في مشهد العشاء الأخير الذي يعود فيه يهوذ الأسخريوطي لينتقم من أولاد العم فيما يسمونه في الكتب القديمة معركة هرمجدون وهي ليست سوى الصليبية الثانية التي يحلم بها الغرب ليضع بها النهاية الخاتمة للإسلام وأهله وتلك أحلامهم وقد تحقق منها الفصل الأول بحذافيره وارتفع الستار عن الفصل الثاني واجتمع العرب ليتداولوا ورغم أن صوت الجزائر ارتفع قويا يحذر من أن العرب قادرون على الرد على أي خروج إسرائيلية على القرارات الدولية ورغم أن تونس طالبت بأن يكون التطبيع مشروطا بالتزام إسرائيل باتفاقيات السلام إلا أن الإجماع العربي اختار طريق الاعتدال وآثر أن لا يلوح بردود الفعل واكتفي بالتأكيد على أن الصيغة الوحيدة المقبولة هي مقررات مدريد الأرض مقابل السلام وشدد على ضرورة الانسحاب من الجولان والقدس الشرقية وضمان حق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وأضاف ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودعوة تركيا إلى إعادة النظر في اتفاقها العسكري مع إسرائيل وأمسك عن الردود العربية في حالة عدم تحقق شيء من هذا ولا شك أن الاجتماعات المغلقة تناولت هذا الاحتمال ولكن البيان المعلن آثر الملاينة والموادعة وفضل أن يبدأ بحسن الظن ورغم أننا لا نرى ما يساعد على حسن الظن في حاضر إسرائيل ولا ماضيها ولا نلمس في تصريحات نتنياهو ثقب ضوء إلا أن كسب الوقت من حسن الفطن والبدء بابتسامة عريضة ربما كان أكثر دبلوماسية ونعلم واثقين أنهم لن يرضوا ولن يستريحوا لما جرى في هذا اللقاء العربي والعجرفة والجلافة واضحة في تعليقات نتنياهو وليفي على ما أذيع من قرارات هذه القمة ولن تنسحب إسرائيل من الجولان ولن تنسحب من القدس الشرقية ولن تتنازل عن شبر أرض ولن تفكك ترسانتها النووية ولن تقلع عن تحالفاتها العسكرية وسوف تمضي في تكديس السلاح والمستوطنات ما داماً معها الظهير الأمريكي والتأييد الغربي فهل كسبنا من هذا اللقاء العربي شيئاً؟ نعم، كسبنا مزيداً من الوقت وضماً للصفوف ولقاء مباشراً مع كل الأطراف ومكاشفة بالأزمة المشتركة وجلسة حميمة طالما انتظرناها ومواقف حاسمة واضحة لا لبس فيها ويعلم كل الأخوة العرب الآن أنهم على شفى حفرة وأن المضي في السلبية وإغماض العين هو الانتحار الجمعي لهم جميعاً وسوف يكون هذا الاجتماع مقدمة مفيدة جداً لما سوف يأتي بعده وإذا استمرت العجرفة والجلافة والرفض الإسرائيلي للأيد العربية الممدودة وسوف تستمر فهم لا يريدون سلاماً بل استسلاماً فسوف تكون القمة العربية القادمة خطوة أوسع نحو الردع سوف يكون هناك اتحاد عربي لدول المواجهة وصندوق للدفاع يدعمه كل العرب وكل الدول الإسلامية بالمال والسلاح وإيقافاً للتطبيع وعودة إلى المقاطعة ونحن لا نريد أن نحارب أحداً ولكننا نريد أن ندافع عن أنفسنا ونحمي ديارنا من هذا التهديد المزروع في أراضينا ارفعوا الأيدي الإسرائيلية عن الأرض المصرية جاء الوقت الذي نتخلص فيه من هذا التطوير المفسد لمحاصيلنا وأرضنا المصرية وقد سبق أن تكلمنا كثيراً عن التدهور النوعي في محاصيلنا بسبب إدخال الخبرة الإسرائيلية في كل قيراط من أراضينا والنتيجة هي تلك الفاكهة بلا طعم التي تملى الأسواق الفراولة الضخمة بطعم اللفت والخيار بطعم البلاستيك والطماطم بطعم الخيش والخوخ الأحمر الذي له مفعول الحقنة الشرجية والذي يصيب أكله بضربة إسهال لا يفيق منها والعنب المتضخم بسبب الهرمونات والذي يفسد التوازن الهرموني في الجسم ويؤدي إلى أوخم العواقب والهندسة الوراثية الإسرائيلية التي أتلفت كل مأكولاتنا والنسبة العالية من المبيدات في الخضروات والفواكه والحبوب والبذور التالفة التي تأتين من إسرائيل لتفسد التربية وتؤدي إلى عقمها والتفاح الإسرائيلي الماسخ بطعم قشر البطيخ والمكتوب عليه واشنطون الضحك على الذقون أين بحوثنا الزراعية الخاصة من كل هذا؟ كفانا خبرة إسرائيلية ونستطيع ولا شك أن نستعين بخبرات أخرى وافتراض الدكتور يوسف وإلى بأن إسرائيل بلد صديق هو افتراض في حاجة إلى إثبات لأن كل ما تفعله إسرائيل بالوطن العربي هو ما يفعله الأعداء الألداء وليس الأصدقاء وهي تهددنا بترسانتها النووية فلسنا استثناء من سلوكها العدوانية ثم حكاية البعثات المستمرة التي يرسلها الوزير يوسف وإلى من شبابنا إلى إسرائيل وماذا يضمن لنا يا سيادة الوزير أن بعض هذا الشباب من ضعاف النفوس سيعود مجندا ضد وطنه إننا نتعامل بسذاجة مع عدو تاريخي له أطماع في بلدنا وعداوته تتأكد لنا في جميع المناسبات وكيف يكون حسن الظن هو أسلوب التعامل مع من يضع الخنجر في ظهرك وفوهة المدافع النووية بين كتفيك ولنقرأ معا ما تقوله المنظمة الصهيونية العالمية عن مصر في مجلة كيفونيم التوجهات عدد فبراير عام 1982 أن مصر بصفتها القلب المركزي الفاعل في جسد الشرق الأوسط نستطيع أن نقول إن هذا القلب قد مات وأن مصر مصيرها إلى التفتت وإلى التمزق بين المسلمين والأقباط ويجب أن يكون هدفنا في التسعينات هو تقسيمها إلى دولة قبطية في الصعيد ودولة إسلامية في وجه بحري وفي لبنان التي سوف تخرج منهكة من الحرب الأهلية سيكون الأمر أسهل في تقسيمها بين الطوائف المتقاتلة إلى خمس محافظات شيعة وسنة ودروز وموارنة وكتائب وسويا نستطيع تقسيمها إلى دولة شيعية بطول الساحل ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق وكيان درزين عازل في جزء من الجولان والعراق الغني بالبترول والغني بالمنازعات الداخلية ما أسهل أن يقع فريسة للفتن إذا أحكمنا تخطيطنا لتفكيكه والقضاء عليه هكذا يفكرون يا سيادة الوزير وهكذا يخططون لمصر ولسوريا ولبنان والعراق ومصر في نظرهم قد شاخت وضعفت وأصبحت قلبا ميتا لجسم مترهل يوشك أن ينهار إلى مزق وشراذم فكيف نأتمين هؤلاء الناس على أرضنا وكيف نشركهم في زراعتنا ويلاحظ الدكتور روزنفيلد في كتابه والعمال العرب المهاجرون الذي نشرته الجامعة العبرية أن الزراعة العربية كانت أكثر ازدهارا وقت الوصاية البريطانية عنها اليوم وهي شهادة لها معناها فإذا أضفنا إلى هذا طبيعة الغدر عند هؤلاء الصهايين حتى مع حلفائهم وقتلهم للكونت برنادوت سكرتير الأمم المتحدة بعد التقرير الذي قدمه في السادس عشر من سبتمبر عام 1948 عن جرائمهم في فلسطين المحتلة فاغتالوه هو ومساعده الفرنسي سيرو واللورد موين الوزير المفوض البريطاني الذي اغتالوه في التاسع من نوفمبر عام 1944 على يد اثنين من جماعة شتيرن التابعة لأسحاق شامير وفي الثامن من يونيو عام 1967 إغراقهم لسفينة التجسس الأمريكية ليبرني وقتلهم لأربعة وثلاثين بحاراً أمريكياً وجرحهم لمائة وواحد وسبعين آخرين وذلك للتغطية على احتلالهم للجولان والأمريكان وقت ذاك أعز صديق وأعز حليف وهذه أخلاقهم مع حلفائهم وهذا غدرهم بأحبائهم فكيف نأتمنهم على أرضنا وهم أعداؤنا؟ هل تعلم يا سيادة الوزير لماذا يأتين عبر الحدود المصرية الإسرائيلية؟ تأتين المخدرات والدولارات المزيفة والجواسيس والللبان الجنسي وهو لبان لا ينشط الجنس ولكن يدمر الجسم وينسف الكبد والكليتين هل تعلم كم عدد أفراد التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي؟ خمسة أضعاف التمثيل في دولة عربية جيش ومركز مخابرات وعش عن كبوت وكل شيء في هذه الدولة الإسرائيلية عن كبوت وعدواني ومريب وكذبوا وكذبت مجلتهم كيفونيم إننا قطعا لسنا ذلك القلب الميت الذي تصورته صحافتهم في الثمانينات من هذا العصر إن ذلك القلب الميت قد هزم التتار ودحر الصليبيين وحطم خط بارليف ونحن الأمة العربية ما زلنا مخزن الوقود في العالم رغم الاستنزاف الحاصل ونحن رمز لحضارة إيمانية عريقة بين حضارات وثنية وعلمانية ومادية تملى هذه الدنيا بضجيجها ونحن رأسمال عملاق وإن كان مودعا في البنوك اليهودي ولكننا نستطيع أن نسحب دولاراتنا ونستثمرها في مستقبلنا ونستطيع أن يكون لنا صندوق عربي للدفاع لنصنع أمننا ونبني دفاعاتنا ونستطيع أن نكون تكتلا عربيا له وزنه وخطورته وقديما قال عنا أعظم الأنبياء أننا خير أجناد الأرض وهي كلمة نبي قال عنه أعداؤه إنه الأمين الذي لم يجرب عليه أحد أنه كذب في شيء قيمة الصداقة الإسرائيلية ماذا تساوي إسرائيل بالنسبة لمصر؟ إن الإنسان يساوي بمقدار فعله وبمقدار أثره على جيرانه وما يصلنا من إسرائيل عبر منافذ سيناء والأردن هو المخدرات والجواسيس والدولارات المزيفة والأفلام الجنسية والأغاني الخليعة والسائحات محترفات الدعارة وما ينال الجيران العرب من إسرائيل هو نهب الأراضي الفلسطينية وتهديد الأراضي السورية وضرب الأراضي اللبنانية وسكانها بالقنابل من الأرض والجو والبحر والتهديد بالدمار والوبال ليلا ونهارا هذه هي صداقتهم ومحبتهم وإسرائيل تتخذ لظلمها أسماء جديدة فنهب الأرض تسميه تصحيحا للأوضاع والاستعمار تسميه استبطانا وقتل الجار الفلسطيني تسميه عدالة وتعذيب السجناء تسمية شرعية قانونية وتسن له قوانين جديدة تبيحه وتفرضه والتجسس تسميه بعثات إعلامية والعدوان تسميه سلاما وإذا كانت الأيدي الإسرائيلية المعتدية قد طالت الشعوب حولها اليوم فسوف تطول الحكام غدا ولن يسلم كبير ولا صغير من العدوان الإسرائيلي القادم وليأخذ حكامنا العبرة بما يجري أمامهم اليوم وليتحدوا معا وليقفوا وقفة رجل واحد أمام الطوفان فالمصيبة سوف تعم ولن يسلم أحد ولقد قالها إسحاق موردخاي وزير الدفاع الإسرائيلي بصراحه في السادس عشر من نوفمبر الماضي من لندن إن على السوريين أن يتوقعوا هجوما يطيح برئيسهم حافظ الأسد وقال من أسبوع على شبكة الإنترنت أنه إذا قامت الحرب مع سوريا فسوف يقوم الجيش الإسرائيلي بتطويق دمشق وقال وزير الصناعة الإسرائيلي ناتان شارانسكي إن الوصول إلى سلام مع سوريا لن يكون ممكنا إلا إذا تحرر النظام السوري يقصد إذا تحرر من قبضة الأسد إن هدف الإرهاب الإسرائيلي أصبح هو الحكام العرب قبل شعوبهم أقول هذا الكلام ليخرج الأخوة العرب من حالة الوهن والاستضعاف وليدعو بضاعة التردد وأنصاف المواقف وليخرجوا من حالة الاسترخاء على معسول الكلام وزائف الوعود إن الموقف أصبح محتاجا إلى استراتيجية مختلفة وحسابات مختلفة ورغم التهديدات الإسرائيلية والضجة التي تثيرها إسرائيل حول قوتها العسكرية فما زالت إسرائيل أضعف بكثير من الهالة التي تصنعها لنفسها وتلويحها بالحرب هو محاولة فجة للإرهاب والضغط الدبلوماسي على أعصاب المفاوض العربي وما زال سلاح الوحدة العربية الصلبة إذا اكتملت أقوى من كل هذه الضجة المفتعلة ومن هذا الإرهاب الفج والمطلوب موقف جموعي حاسم من على منبر الجامعة العربية بردع هذا الملف والاستعلاء والغرور إن إسرائيل تتصرف وكانها تتعامل مع أصفار وهي تتوسع وكأنها تمرح في فراغ وهذا الغياب الجموعي من الموقف العربي سوف تكون له عواقب وخيمة وخروج التصريحات العربية من منابر فردية مشتتة ومتفرقة لن يفعل ما تفعله كلمة تخرج من على منبر جموعي واحد والحضور العربي المكثف والصوت الواحد أقوى من التصريحات الفردية والوقفة الجموعية سوف تعني الكثير سوف نعني أن الدول العربية لم يعد من الممكن التعامل معها فراد ولا أخذها واحدة واحدة في غرف مستقلة لقد تنازل العرب عن الكثير ولم يبقى إلا أن يتنازلوا عن هويتهم ومواقع أقدامهم ومطلوب منا أن نتراجع إلى الحائط رغم أننا أصحاب الشرعية وأصحاب الأرض وأصحاب الحق ومطلوب أن يكون الشعب الفلسطيني مجرد عمالة رخيصة للسادة الإسرائيليين وأن تكون الإدارة الفلسطينية تحت الحذاء الإسرائيلة وهناك حدود للظلم والبغي والصلف وهناك حدود للتنازلات العربية فليس وراء العرب الآن إلا الصحراء والشتات إن الموت قادم وهو حق مكتوب على رقاب العباد وهو نهاية الجميع والوهن لن يؤخره والذل لن يبدله والخوف لن يرده على إعقابه والأنبياء والملوك والرؤساء من أيام آدم إلى اليوم هم الآن مجرد ماضى وعلامات قبور والموت لم يستثن أحدا وخيار القوة إذا كان خيارا صعبا على العرب فهو خيار أصعب على إسرائيل فإسرائيل هل أمر العارض العابر في منطقتنا وعمرها في بلادنا العربية بضع سنين وهزيمة واحدة كافية لخلع إسرائيل من مكانها إلى الأبد وليس هذا حالنا فقد هزمت مصر فلف وتسعمائة وسبعة وستين لتنتصر بعد ذلك وتردت ضربة مضاعفة في الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين ونحن هنا في هذه الأرض من آلاف السنين وقدرنا أن نظل هنا إننا نلعب على أرضنا والمستقبل مستقبلنا مهما طال الصراع أما مصير الدخلاء الغاصبين فهو الرحيل إلى بلادهم طال الزمن أو قصر وأين الفرس وأين الرومان وأين كسر وقيصر الفصل الثاني هل اقترب الوعد؟ قفزت إسرائيل إلى الصدارة من حيث القوي السياسية المؤثرة في العالم في فترة خاطفة من اختلال الموازين حينما انفردت أمريكا بالتحكم وأصبحت قطبا وحيدا حاكما لمصائر العالم وما حدث أن أمريكا قامت بدور الحاضنة والمرضعة للفرخ الإسرائيلي الكسيح أمريكا هي التي أرضعت إسرائيل بالتكنولوجيا المتقدمة ودبابات الليزر وصواريخ الباتريوت وطائرات الفانتوم ومقاتلات الشبح وأطنان اليورانيوم المخصب الذي منعت إسرائيل منه قنابلها الذرية بإرشاد وإشراف أمريكي وحماية أمريكية من أصوات الاحتجاج والاستنكار التي تعالت من كل مكان هذا غير الإرضاع الأخطر بالأسرار المحظورة وبصور الأقمار الصناعية لترسانات دول الجوار وحظائر طائراتها ومكامن دفاعاتها ونقط ضعفها وثغراتها والإرضاع الآخر بمليارات الدولارات والضمانات المالية المفتوحة بلا حساب والتأييد السياسي الأخطر من الكل ولا نتحدث عن العلاقة الآثمة والتأمرية بين مخابرات الدولتين لـ CIA والموساد هذا التوأم الشرير الذي تعاون معا على تفجير الفتن في كل البؤر المشتعلة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وتحالفا معا على تسميم الجو ونسف العلاقات بين الدول العربية بل والإيقاع بالعرب كلهم في مصيدة حرب الخليج ووجد الفرخ الإسرائيلي بوقا إعلاميا ونفيرا دعائيا جاهزا لينفخ فيه فسمعنا صوته مكبرا ومضخما أضعافا مضاعفة وسمعناه يصرخ من أعلى منابر المحطات الفضائية وأبعد الإقمار وأقوى الإذاعات وكانت كلها في أيدي صهيونية ومن دور النشر والكتب والصحف والمطبوعات والدوريات وكلها كانت في يد مردوخ ومكسويل وأمثالهم من خدام القضية الصهيونية ومن خدام اسطورة إسرائيل الكبرى وما من افتتاحية صحفية إلا كان وراءها شالوم واليشاع وليفي وكانت نتيجة هذه الظروف النادرة هي ميلاد إسرائيل بالصورة التي رأيناها وتبجحها بالصورة التي شهدناها وتجبرها بالصورة التي سمعناها وما شهدناه كان نتيجة تواقط غير طبيعي لمجموعة عوامل تحالفت معا في نفس الوقت لتخلق عملقه في قزم وساهم ضعف العرب وانقسامهم وتشرذمهم في عملقه ذلك القزم وصياحه وصراخه وانتفاضته وكأنه شمشون وهو في حقيقته أهون شأنا مما يبدو بكثير هل تدرك إسرائيل ضعفها وخواءها من الداخل؟ هل تدرك انقسامها؟ هل يدرك الجيش الإسرائيلي عجزه عن المواجهة رجلا لرجل؟ البعض في داخل إسرائيل يدرك ذلك ولكن الغوغاء في إسرائيل يتصورون أنهم حكم العالم وأنهم يقودون التاريخ وأنهم عاصفة لا تقهر وأنهم المختارون حقا وصدقا من الله للسيادة على الجنس البشرة وهي عنصرية لا تختلف عن العنصرية النازية والعنجهية الفاشية وهذا الصلف الأعمى هو الذي سيورد إسرائيل حتفها ولا تفرق إسرائيل بين حربها وحيدة وبين حرب العالم كله معها فالعالم في نظرها يجب أن يكون خادما لأهدافها ولهذا تخطط الصهيونية لإيقاع العالم في حرب شاملة وفتنة اسمها هارمجدون وهي مقتلة أسطورية وصليبية يحارب فيها العالم المسلمين حرب فناء وتسيل فيها دماء المسلمين أنهارا لا تتوقف حتى ينزل المسيح من السماء واليهود يعتقدون أن ما جاء في الماضي لم يكن مسيحا وإنما المسيح الحق هو ذلك الذي سوف يأتي لنصرتهم وليضعهم في آخر الزمان على رأس جميع الأمم وبخبث شديد أدخل الصهيينة هذه الأسطورة في التراث المسيحي الأمريكي وبشكل محدد في وجدان بعض الفرق الإنجيلية فأصبحت تؤمن بها إيماناً أعمي وكان رونالد ريجان يردد حكاية هارمجدون ويؤمن بها ومثله كثيرون هذا الحشد من العنصرية العمياء والخرافة والتأييد الأمريكي الأعمى والإعلام الموجه والدعايات المرسومة والترسنات المجهزة للنسف والخسف وأجداس السلاح وأكوام المليارات وتلال الأكاذيب والتضليل المنسق للعالم كله والاتهامات المسمومة لكل من يتعرض لفطح مخططها وجارودي أبلغ مثال هي ما ينتظرنا في الأعوام القليلة القادمة وفي عام 1997 يتم مرور مئة سنة على ميلاد أول اجتماع صهيوني والسنة للألفين في الطريق والوعد في نظرهم بقطرب وهم يهرولون إلى أهدافهم لسبب آخر أن احتمالات المستقبل غير مضمونة وأن الأكاذيب عمرها قصير والمخبوء ما يلبث أن يفتضح ولأن أمريكا لن تلبث طويلاً على القمة فالكتلة الأوروبية بزعامة فرنسا تتحرك بسرعة لتزاحمها وأسيا تنهض والعملاق الصيني ينتفض وفقراء العالم يتكتلون في مواجهة الاستغلال الأمريكي المكتسح وتشويه الإسلام في كل مكان قد افتضح وظهرت خفاياه وظهرت القوى التي تحركه بل إن أمريكا ذاتها تحمل في داخلها تناقضات مهلكة أمريكا يسكنها الإرهاب والمخدرات والانحلال الأسرة والصراع العنصري بين السود والبيض والتناقض الفاحش بين الفقر والغنى ثم عشرة ملايين مسلم يتكتلون في جبهة ورأي عام زاحف له وزنه والشعار الصهيوني أصبح IT is now or never الآن تكون إسرائيل الكبرى أو لن تقوم لنا قائمة ولا تريد الصهيونية أن تقامر على احتمالات ولا تستطيع أن تغامر بسنوات انتظار أخرى في عالم متغير يتشكل كل يوم ولهذا أتصور أن إيقاع الحوادث سوف يتصارى وأن السنوات وربما الشهور القادمة سوف تكون شهور مفاجآت وفي الجانب الآخر هناك العرب والدول العربية والدول الإسلامية في الدائرة الأوسع كتله من ألف مليون أرجو أن يكون لها رد فعل وتصور واضح وتحرك سريع ومنظور للمستقبل وللحوادث وأن لا تكون كحجر يتدحرج ليستقر إلى حيث تلقي به الصدف وكما أن الإسرائيل أحلافا يجب أن يكون لنا إحلاف وكما أن لها أعوانا يجب أن يكون لنا أعوان وكما أنها تعد أعوانها بمصالح نحن الأولى وعندنا البترول وكنوز الأرض وعندنا ما نعد به والصين هي الكتله الأعظم التي يجب أن يكون لها أعظم الاعتبار وهي مثلنا ضحية استعمار طويل وهي مثلنا حديثة عهد بيقظة عظيمة مبشرة وهناك الكتلة الأوروبية الصاعدة بزعامة ألمانيا وفرنسا وقبل كل شيء هناك أعظم الكل خالقنا وربنا مالك الملك الذي يدبره بعدل وحكمة والله لم يخلق الخلق ليتركهم سدي والله لم يمد الحبل لظالم إلا لبرها وقد أقام اليهود من قبل دولا وظلموا وأفسدوا ودمروا ودمر الله عليهم بنيانهم وهذا بنيانهم الجديد وقد أتى بظلم جديد والظلم هذه المرة أكبر والإفساد أكبر والنهاية مثل سابقاتها المخرجون وراء القصة أثار خبر السعي إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ لشراء الشركة القابضة التي تملك الفانيانشيال تايمز إضافة إلى دار نشر بنجوين وشركة التلفزيون البريطاني تايمز جدلا واسعا ماذا يريد هذا الرجل؟ إنه يملك بالفعل حوالى 30% من صحف بريطانيا مثل التايمز والسنداي تايمز والصن ونيوز أوف ذي وورلد كما يملك 40% من محطة سكاي التلفزيونية البريطانية كما يعتزم شراء دار نشر بيرسون التي تملك 24% من القناة الخامسة في التلفزيون البريطاني ماذا يريد هذا الصهيوني الذكي من وراء كل هذا؟ إنه يريد أن يمتلك الرأي العام ويستولي على العقول ليوجهها كما يريد إن الإعلام هو جهاز غسيل المخ في هذا الزمان وهو صانع الأكاذيب والشائعات والأخبار الموجهة وهو الملقن الذي يلقن الصحف ما تكتب لنا كل يوم هل فهمتم شيئا؟ إنهم المخرجون وراء القصة الملفقة التي قرأتموها لتوكم وهم بعض الجيش الجرار في هذه الغزوة التي توشك أن تبلغ نهايتها إنها عملية محبوكة ومنظمة يديرها رجال تسلل إلى مقاعد صنع القرار وجواسيس وأموال وزعامات سياسية ورؤوس تفكر ونخطط وعصابات تقتل وإرهاب يفجر ولا شيء حدث فيها اتفاقا ولا شيء ترك للصدفة منذ أيام وعد بالفور وسقوط الخلافة العثمانية واستعمار الإنجليز لمصر وفرض الوصاية الإنجليزية على فلسطين ومجيء نابليون وكمال أتاترك وهتلر ثم الثورة البلشفية في روسيا ثم سقوط البلشفية وانفراد أمريكا بالعالم الصهيونية كانت تلهث وراء كل تلك الأحداث وكانت تعمل وراء كواليس التاريخ وكانت تضع طوبة بعد طوبة في البيت الإسرائيلي وكانت ترفع هرم الأكاذيب لابنة لابنة وحائطا حائطا مع إيقاع التاريخ المضطرب وقد أوشكوا على وضع آخر طوبة في هذه الأيام ولكن الجرائم لم يحدث قط أن ولدت كاملة وكل جريمة لابد أن ينقصها شيء والمجرم مهما بلغ ذكاؤه لابد أن ينسى شيئا شيئا صغيرا تافها ينهار بسببه البنيان كله في الوقت المعلوم وهذه الجريمة الصهيونية المحبوكة التي اشترك فيها مئات العقول الذكية وقد امتلأت بالثغرات سوف تفتضح وتنهار رغم حبكتها فكل بنيان يحمل معه جرثومة فنائه وكل أكذوبة تحمل معها جرثومة فضيحتها ونحن أبناء هذا الزمان سوف نشهد هذه الخاتمة ونرى بأعيننا انهدام هذا الهيكل الأسطوري لكثرة مسال من دم لترتفع جدرانه عالية عالية فعمر الباطل مهما طال هو في عمر الأبدية مجرد ساعة عنوان علامة تعجب وأشعر بالدهشة كلما استعرضت هذا التاريخ الطويل للمؤامرة الصهيونية وتنمو في راس علامة تعجب بلا حدود لهذا الذي يفعلونه ولهذا الغل الذي يضمرونه ولما طووا في قلوبهم بطول هذه الألوف من السنين إن اليهود قوم محظوظون ذكر الله أنه اختارهم وفضلهم وخصهم بالكثير من النعم والخيرات وأرسل إليهم أكبر عدد من أنبيائه وعلى رأسهم موسى الكليم صاحب العزم الشديد وكان يجب أن يطيبوا نفسا بهذه الخصوصية ويسعدوا بهذا التكريم ولكن ما حدث كان العكس فقد ازدادوا بهذه الخصوصية كبرا وتعاليا وبعد أن شق الله لهم البحر وأغرق لهم فرعون وجنوده وخلصهم من أعدائهم وفتح لهم الباب للهجرة إلى أرض السمن والعسل ما لبثوا أن شقوا وعصى الطاعة على نبيهم وعبدوا العجل وعصوم ربهم ونقضوا العهد الذي عاهدهم عليه وكلما عاهدوا ربهم على شيء نقضوه وفسقوا وعصوا وازدادوا كبرا وأضلهم الله في التيه أربعين سنة ولعنهم وكتب عليهم الذلة والمسكنة وشتتهم وقطعهم في الأرض أمما وذكر في القرآن أنه يجمعهم في آخر الزمان فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي أشتاة من جميع أقطار الأرض ولكنه يجمعهم لعقاب وليس لحفاوة يقول في نفس السورة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا أي يدمروا ما علوا تتبيرا فهذا هو دخول القدس وتدمير ما أنشأ اليهود فيها وما عمروا والقصة وردت بنفس المعنى وبصياغات مختلفة في التوراة وفي الأناجيل وفي رؤى القديسين وهي تراث ديني قديم وأحبار اليهود الذين درسوا التوراة ويعلمون بواطنها يؤمنون بهذا الكلام وهناك حزب ديني من أحزاب الأقليات في إسرائيل يرفض تماما فكرة إسرائيل الكبرى ويرى أنها انتحار جموع للأمة اليهودية وبعيدا عن الكتب الدينية وكلام التاريخ فالنظرة العامة لليهود ترى أنهم شعب غني بالمواهب وأن النابغين من اليهود في كل فروع الفن والمعرفة والعلوم كثيرون ولا يجهل أحد فضل إنشتين ونيوتن وأمثالهم وإسهام اليهود في الحضارة لا ينكر واليهودية دين نحترمه ونعترف به كمسلمين ونحن لسنا ضد اليهود ولا ضد اليهودية وإنكار اليهودية وإنكار فضل موسي ونبوته خطيئة كبرى عندنا وإنما نحن ضد الصهيونية كحركة سياسية عدوانية تخطط للهيمنة والسيادة وتضمر الحقد لكل ما هو مصرى وعربين واسلامي وتحمل لنا ثأرا لا دخل لنا فيه وتزداد دهشتي وعجبي لهذا الكم من الغل والحقد الذي يعشش في قلوب هذه العصابة ويجمعها على التآمر والتخريب والقتل طوال هذه الألوف المؤلفة من السنين دون أن يطفئ سيال الدم هذا الغل لقد طردوا شعبا ونهبوا أرضه واستوطنوا مدنه وقراه وقتلوا شيوخه وأطفاله ولم يكفهم كل ما فعلوا ماذا يريدون؟ أن يحوزوا الدنيا؟ إنهم يحوزونها بالفعل بأموالهم وشطارتهم فما الداعي للقتل؟ أعترف أني لا أفهم الفصل الثاني الصهيونية تخطط لاستدراجنا للحرب ربما كان بعض الشعب الإسرائيلي يريد السلام ولكن هذا البعض ليس له صوت فعال ولا تأثير على السلطة المتطرفة الموجودة والنغمة السائدة في إسرائيل الآن هي التطرف والموضة هي الحج إلى قبر باروخ جولد ستين سفاح الحرم الإبراهيمي الذي قتل ثلاثين من الفلسطينيين اللركع السجود وهم يصلون وصور باروخ جولد شتين تشاهد معلقة في المحلات وفي صالونات الحلاقة ونجل عالم الآثار اليهودي ويندل جونز أطلق على المولود الذي رزق به اسم إيجال باروخ تيمنا باسم إيجال آلون قاتل رابين وباروخ جولد شتين قاتل الفلسطينيين إنها الموضة وفي إحصاء أخير لاستطلاع الرأي في إسرائيل اتضح أن 35% من اليهود يكرهون العرب وأن أكثر من 5% ينظرون إليهم على أنهم جنس أدني لا يجوز للإسرائيل أن يعاملهم بالمثل والموضة الآن هي الإشادة بالتطرف وتمجيد القتلة وتقديس العنف في التعامل مع العرب والنظر إلى عمليات نهب الأرض والاستيطان على أنها مجرد عمليات تصحيح أوضاع لا أكثر والخطة الصهيونية هي الإعداد لعملية التفاف سياسي لتطويق مصالح الدول العربية وعملية التفاف إفريقية للوصول إلى منطقة البحيرات ومنابع النيل لتهديد مصر فإسرائيل يجب أن يكون لها نصيب في مياه النيل ونصيب الأسد في كل خيرات المنطقة وقد كشفت المخابرات الفرنسية عن عمليات تسليح إسرائيلية مكثفة لمليشيات التوتسي ولمليشيات الهوتو المتناحرة في رواندا وبوروندي وزائير تلقي بالأسلحة بدون مقابل للطرفين كما كانوا يفعلون أيام الأوس والخزرج لإشعال الفتنة في الجزيرة العربية هم يفعلونها الآن على نطاق أوسع في القارة الأفريقية لنشر الموت حول حزام البحيرات الكبرى ولكسب صداقة كل العصابات الإجرامية هناك تمهيدا لأشياء أخرى في المستقبل وتسليح إسرائيل لإريتريا واحتلال الجزر الاستراتيجية حنيش الكبرى والصغرى للتحكم في بوابات البحر الأحمر هي حكاية أخرى تابعناها أثناء أزمة اليمن مع إريتريا ونعرف تفاصيلها وعلاقاتها القديمة مع أثيوبيا من أيام هيلسلاسي أمرها معلوم أما الاستراتيجية الأخرى فتدور في كواليس الهيئة الروسية الحاكمة وتسلل شخصيات صهيونية إلى مقاعد صنع القرار مثل الملياردير بيريزكوفسكي الذي أصبح نائبا للأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي وهو يهودي وحامل للجنسية الإسرائيلية ويمتلك أكثر من قناة تلفزيونية وأكثر من صحيفة في روسيا وله عبارة مشهورة يقول فيها إن اقتصاد روسيا في يد سبعة من اليهود يسهمون بأكبر نسبة في بنوكها كلام كبير وخطير وهو جزء من جبل الجليد المختفي تحت الماء والذي لا نعرفه عن النفوذ الصهيوني في روسيا وسوف يعني هذا النفوذ تهويد الموقف الروسي من السياسة الخارجية عند اللزوم وتحييدها وربما أكثر من ذلك ساعة الصدام المرتقب هذا التسلل الصهيوني إلى إفريقيا وآسيا حديثاً وإلى القمة الحاكمة في أمريكا وإنجلترا وأربا من قديم في محاولة التفاف سياسي واستراتيجي هو أمر لا يصب في فراغ وإنما يعني أن الصهيونية تعد لاستراتيجية كبرى تواجه بها حرباً قادمة لا شك فيها وحكاية إسرائيل الكباري من النيل إلى الفرات هي هدف معلن في كل كتبهم وليس كلاماً نختلقه ثم حكاية تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع في جنوب المتوسط من فرنسا وإيطاليا واسبانيا والبرتغال هكذا فجات وفي صمت وبدون إعلان للتدخل في ماذا ولحساب منه ولماذا تم هذا التكتيك الآن وما هي دواعيه وما هي المستجدات التي جعلت الدول الأوروبية تفكر في هذا الإجراء العسكري وما نوع التهديد المحتمل في جنوب المتوسط وجنوب المتوسط هو بلادنا العربية هل نفهم أن الميقات الذي حددوه قد اقترب؟ ولهذا تعمد إسرائيل إلى هذا الاستفزاز وإلى هذه السياسة الخرقاء التي يمكن أن تؤدي إلى الصادم والحرب هل يخططون لدفعنا للحرب ويستدرجوننا إليها؟ وهل يكون الهجوم على سوريا هو إشارة البدء؟ إننا في مخاض نهضة تنموية عظيمة في مصر وفي حالة دفاع سريع للتطوير الاقتصادي في بلادنا ومعنى هذه النهضة أن مصر سوف تصبح قوة اقتصادية رائدة وحاكمة لمقدرات المنطقة العربية في سنوات قليلة أقل من أصابع اليد الواحدة وهو أمر سوف يقطع الطريقة على إسرائيل وعلى أحلام الصهيونية في إسرائيل كبرى مهيمنة وهم لن يسمحوا بذلك وهي جميعها عوامل تدعوهم إلى التعجيل بتنفيذ مخططهم ومن الممكن أن تفتعل إسرائيل حادث تفجير إرهابيا ثم تترك الحوادث تتداعى في ردود فعل عنيفة لتدفعنا إلى الحرب التي تريدها وفي الوقت الذي تريده إن استدراجنا إلى الحرب هو الخطر الحالي في كل لحظة ولابد أن تكون لنا استراتيجية مقابلة وتجميع عربي مقابل وتحالفات دفاعية مقابلة وإعداد مناسب لما يفعلونه على الجانب الآخر وأن لا ندعو أحدا يختار لنا مصيرنا عنوان نكبة السودان عويل الأقصى صراخ القدس نكبة السودان كانت في ثورته الإسلامية التي لم تختلف كثيرا في نتائجها عما حدث في أفغانستان الإسلامية والجزائر الإسلامية والصومال الإسلامية ثورات تستخدم العنف والإرهاب وانقسامات بين أهل الوطن الواحد وأهل البيت الواحد ثم يصل الوضع إلى تعاون الصادق المهدي مع جون قرنق الانفصالي وعدو الإسلام اللدود الذي حارب جميع العهود السودانية منذ تمرده في عام 1963 يتعاون الصادق المهدي اليوم مع جون قرنق لإسقاط حكم الترابي ويعلن قرنق كاذبا إنه مع الوحدة السودانية وضد الانفصال وهو الانفصال العتيد من يومه ثم إن حكومات الجوار أثيوبيا وأريتريا وأوغندا هي مع جون قرنق وإن أخفت الكراهية للعرب ولم تظهرها وهي لا تريد للإسلام وجودا في السودان وهي مع إسرائيل منذ قيامها وإسرائيل وجود عسكري في كل هذه الدول وروابط حميمة منذ أيام هيلا سلاسي والرئيس الأوغندا بوري موسيفيني يصرح في الفاينانشيال تايمز بان الاستعمار العربي في السودان يحاول إرغام المسيحيين على اعتناق الإسلام وعلى استخدام اللغة العربية ولا نفهم كيف يصح هذا الاتهام والأرقام الإحصائية تقول إن عدد المسيحيين في الشمال السوداني الذي يحكمه الترابي أقل من واحد في المائة وفي الجنوب سبعة عشر بالمائة مسيحيين ثمانية عشر مسلمين وخمسة وستين بدائيين وثنيين والخطر الحقيقي على منطقة البحيرات هو من إسرائيل ذاتها وليس من الترابي ولا من الإسلام وما يحدث في زائير وأوغندا وارواندا والكونغو وبوروندي من مذابحها بأسلحة إسرائيلية وبترتيب من الموساد والسي آي يي والمنطقة مستهدفة من القوى الاستعمارية الكبرى للسيطرة على منابع النيل وكان مفهوما من الثورة الإسلامية في السودان أن توجه السودانيين ضد هذه القوى العميلة والغاشمة لا أن تغرقهم باختلاق المعارك مع مصر والخلافات بين أبناء الأسرة الواحدة وفي المستقبل القريب سوف يدور الصراع حول المياه والنيل والبحيرات هي المخزن الاستراتيجي الهائل للأمة العربية وكان المفروض أن تفيق هذه الأمة وأن تتقارب وتتوحد ولكن نقرا العكس أسياس أفورقي يفتح معسكرات تدريب اللجون قرنق ولجيش المعارضة الذي يعده الصادق المهدي وطائرات الصليب الأحمر تنقل الأسلحة والذخائر القوات الانفصال ودول الجوار تستضيف مؤتمرات قياداتهم وإسرائيل تلقى بالأسلحة والذخائر في أتون المعارك بين سودان الترابي وسودان الصادق المهدي وينسى الأخوة المتقاتلون عدوهم الحقيقية المتربصة في الدغل بل أنهم يطلبون من المشاركة في هذه الحروب الأهلية لنزيد الجريمة إجراماً ونزيد النار سعيراً لقد وصلت إسرائيل إلى بوابة البحر الأحمر في جزيرة حنيش الكبرى والصغرى وهي تثبت أقدامها في أعالي النيل ومنطقة البحيرات ونحن نحارب بعضنا بعضاً وعلى ماذا؟ إن السودان قارة وفي السودان خمس مديريات كل مديرية بحجم فرنسا وفي السودان ثروات وغابات وخامات ووفرة في كل شيء والسودان في غنى عن هذه المعارك والانقسامات والمطلوب فقط أن تعمل الأيد السودانية بهمة لاستخراج هذه الثروات والاستغلال هذه الغابات ولزراعة هذه الملايين من هكتارات الأرض الخالية ولمضاعفة الثروة الحيوانية الموجودة ولإخراج ما في باطن الأرض من معادن وثروات مطمورة ولكن النفوس المشحونة بالبغضاء والأنانية تنسى كل هذا ويقاتل بعضها بعضاً قتالاً عقيماً إن الكل مسؤول والكبار قبل الصغار والعقلية الشخصانية للحكام أولاً وغياب المشورة وغياب الديمقراطية وغياب التعددية في الرأى ومحاولة الزعامات فرض الرأي الواحد ثم اللجوء إلى أسهل الطرق إلى أجهزة القهر ووسائل القمع هذه البدائية في العمل السياسي هي السبب والداء والمرض الكامن المزمن في كل الدول المتخلفة إنها الطفولة والانفعالية والتهافت على الأخذ قبل العطاء ومحاولة رؤية كل شيء من خلال الأنا وليس من خلال نحن من خلال الواحد وليس الكل والسودان ليست البلد الوحيد في هذا الداء الوبيل وإنما كل العرب لهم حظهم فيه بدرجات والإسلام أبداً ليس مسؤولاً عن هذا الداء الوبيل فأول ما يأمر به القرآن كل حاكم هو لا يطيع هواه وأن لا يركن إلى نفسه وأن يطلب العدالة بلا تحيز وإن حملته هذه العدالة على إنصاف من يكره ومعاقبة من يحب وأن يأخذ بالمشورة وأن يستمع إلى راي الآخر يقول الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وفي القران وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وأيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأسوأ خلق الله عند الله هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يقول الله لنبيه عن هؤلاء لست منهم في شيء والعجيب أن الإسلام من واقع كتابة القرآن دين علم وعمل ومكارم وأخلاق ودين سلام وبناء وعمار وتنمية فكيف انقلب هذا الدين على يد المسلمين الأفغان وعلى يد الجزائريين والصوماليين إلى حروب طائفية ومذابح وإرهاب ومجاعات هؤلاء ليسوا مسلمين وما يفعلونه بأنفسهم ليس حجة على الإسلام ولا علينا ونحن لسنا منهم في شيء وأعود فأقول إن من راه ليس كل الصورة وأن ما يفعله الأخوة الصغار بجهالة في أفغانستان والجزائر والصومال والسودان وغيرها وراءه أشرار كبار يخططون في الخفاء ودول صاحبة مصلحة في إشعال النار تنفق وتسلح وتستعمل الجواسيس والعملاء وتستغل حب الرياسة في هذا وذاك وحب المال في هذا وذاك نعم وراء كل قنبلة تنفجر هناك جيش من الشياطين يعمل وأجهزة مخابرات تخطط ليظل الجحيم مستعرا وليظل المسلمين سجناء تخلفهم إلى الأبد وأحيانا تنكشف أعمال هؤلاء الشياطين ويظهرون في العراء فنرى الأيد الإسرائيلية والأيد الأمريكية الملطخة بالدم ولا أعف المعسكر الاستعماري القديم كله فالجميع في سلة واحدة ضدنا بحكم المصلحة المشتركة وكيف أصدق؟ وكيف يصدق أحد أن من أشعل النار في القرى الجزائرية وأحرق الأبرياء من الفلاحين هو مسلم أصولي وأن من قتل الأطفال بالفؤوس هو مسلم أصولا وكيف أصدق وكيف يصدق أحد أن من اقتحم المسجد الجزائري وقتل المصلين وهم سجود هو مسلم أصولي وأنه فعل ما فعله باسم الإسلام وباسم الأصولية يقول من رأى هؤلاء الإرهابيين الأصوليين أنهم كانوا ملتحين وكانوا يلبسون لباس الأفغاني ولحاهم مخضوبة بالحناء ولكن من قال إن الإسلام خضاب إن الخضاب واللحى يمكن أن يتنكر فيها الجواسيس ثم يخلعونها بعد ارتكاب جرائمهم ويغسلون الخضابة ويعودون إلى سفاراتهم في زيهم الإفرنجي إن الصورة كلها صورة بوليسية والعمل عمل جواسيس محترفين لكن القيادات الإسلامية والمسلمون الكبار ليسوا أبرياء فوقوعهم في مصيدة الفتنة وفي أحابيل المكر الذي حاكته العقول الاستعمارية المحترفة هو ضعف وسذاجة تحسب عليهم في آخر المطاف فهم لم يكونوا بالنطج ولا بالوعي الكافي الذي تستلزمه الرسالة التي وهبوا أنفسهم من أجلها والتساؤل الأعجب لماذا توجه هذه الفرق الإسلامية رصاصها إلى الفرق الإسلامية المنافسة ولماذا تكون العدوات بينها أشد حارب الأفغان بعضهم البعض بأشنع مما حاربوا العدو السوفيتي لقد غلب حب الرياسة في قلوبهم على حب الحق وعلى حب الدين الذي يدعون أنهم يحاربون من أجله وكان سقوط المأجورين منهم بإغراء الدولارات أفدح وأخزى لقد سقطوا في الاختبار رغم الشعارات الإسلامية التي يرفعونها ولهذا أسقط الله الرايات من أيديهم فالله لا يحابي في الحق أحدا والله لا ينظر إلى بطاقة المقاتل وإنما ينظر إلى قلبه وناموس العدل مستمر ولم يات الأوان بعد ليتسلم راية الإسلام من يستحقها ونسال مرة أخرى إذا كان المسلمون بهذا الضعف وبهذا التمزق وإذا كانت عداوتهم لبعضهم البعض أشد من عداوتهم للأجنبي فلماذا يخافهم الغرب ويحتشد ضدهم في كل مكان ويحاول تدميرهم كل مجتمع وأقول إن المسلمين هم غثاء السيل بالفعل ولكن أشتاتهم وفلولهم التي تبدو كغثاء السيل مجتمعت مرة على كلمة إلا وغيرت التاريخ أن هؤلاء الأفغان الذين بأكل بعضهم بعضا حينما اجتمعت كلمتهم على قتال السوفيت كسروا الجيش السوفيتي الجرار بطائراته ودباباته وصواريخه وهم كله يقاتلون جحافلا بلا عدد وحقق الشيشان المسلمون معجزة أكبر وهم عصبة قليلة تواجه جدارا من النار وأرتالا من الدبابات وقاذفات اللهب وراجمات الصواريخ ومطرا من القنابل ينهمر عليهم من الجو وضمدت هذه القلة وقد عصب كل واحد منهم رأسه بعصابه عليها لا إله إلا الله وشاهدناهم على شاشات التلفزيون يسجدون على الثلج وتراجع الجيش الروسي يلملم خسائره ومن قبل ذلك في مطلع الأسلام انطلق المسلمون الأوائل كالعواصف ليكسروا أباطرة الروم والفرس وليعبروا البحر إلى الأندلس ثم ليزحفوا إلى أوربا ويقفوا على أبواب فينا إن هذا الغثاء الذي نراه في حضيض الضعف والتمزق يملك طاقة ونبع نور إذا انقدح في داخله لم يقف أمامه مستحيل ومن أجل هذا يخاف الغرب الإسلام وقد وعي دروس التاريخ جيدا فأصبح يسارع إلى تدمير كل تجمع وكل بادرة وحدة تجمع المسلمين على شيء أي شيء وأصبح هدف الغرب أن يكسر وحدة المسلمين بأي ثمن وأن يشتت جمعهم بأي وسيلة وقد فطن إلى رابطة سحرية تربطهم اسمها القرآن ولغة قادرة تجمعهم اسمها العربية فأصبح يتأمر لإضعاف هذه اللغة ويخطط لمحوها وينفق الهبات والمعونات وملايين الدولارات تحت بند إصلاح التعليم والهدف الحقيقي هو تدمير اللغة العربية الرباط الجامع لهؤلاء الهمج الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين حتى لا يلتقوا أبدا على شيء وللغرب الآن وكيل يقوم بهذه المهام اسمه إسرائيل وكيل مزروع في المنطقة ومسلح بالقنابل الذرية وبالفيتو الأمريكي وبالتأييد الأوربي وبمدد المال بلا حدود من دهاقنة الصهيونية وهو يسمي مهمته نشر السلام والوئام والمقدمات الأولى للأحداث تقول إنه يتقدم ويقترب من هدفه وأنه أوشك على قطف الثمار وأنه يسير من علو إلى علو فهل ينجح؟ يقول لنا ربنا إنه سوف يسير من علو إلى علو ثم ينتهي إلى دمار وبوار وخسار وهزيمة ولن يصل إلى شيء ومن يقرأ التاريخ بتدبر يعلم أن هذا الاحتمال ليس بعيدا رغم كل الظواهر التي تستبعده وأن المسلمين يستطيعون أن ينهضوا من كبوتهم لو فطنوا إلى عيوبهم وأصلحوا من أنفسهم وأن العيب فيهم وأمراضهم القاتلة من صنع أيديهم وأن الدواء الشافي أقرب إليهم مما يظنون أن يتحدوا أن يقفوا صفا واحدا كبنيان مرصوص أن يؤمنوا أن يوقنوا بأن الحق لا بد غالب أن ينسى كل منهم هوي نفسه ولو لبرهة زمان أن يكونوا مثل هؤلاء الذين رأيناهم يسجدون على الثلج والسماء تمطرهم بالموت فيهتفون الله أكبر نعم هو أكبر من كل شيء إنما يحدث للقدس الآن يوقظ الموتى من قبورهم غضبا إن مجلس الأمن يجتمع لمسائل أتفه من ذلك بكثير أين صرخة الاحتجاج من كل منابر صنع القرار في الدول العربية؟ أين الجامعة العربية؟ ومتى تجتمع في اجتماع قمة طاريء وعاجل؟ إنها مناسبة لوقفة عربية رافضة وحاسمة إن الحفارات التي حفرت الأنفاق تحت المسجد الأقصى والتي تحفر الآن أساسات المستوطنة اليهودية الجديدة في القدس تحفر في قلب كل مسلم وكل مسيحي وتطعن في عروبة كل عربي متى يصح هؤلاء السائرون نياما؟ قافلة طويلة من مئة مليون عربي يمشون نياما وعيونهم مفتوحة كأنما أصابهم مس والقنابل تنفجر من حولهم والعالم يتغير والتاريخ يتبدل وهم ما زالوا يمشون نياما سبحان ربي متى نصحوا؟ متى تأتي ساعة البعث؟ أنا لم أفقد إيماني قط إن ساعة البعث لا بد أتيا رغم كل الشواهد التي تقول غير هذا الفصل الرابع الجريمة ما هو السبب الذي يشجع أي طرف على دخول حرب؟ السبب الوحيد الذي يغري خصمك على أن يحاربك هو أن يشعر أنه هو الأقوى وأنه يتفوق عليك في أسلحته ومعداته وأنه يسبقك في العلم وأنه مسنود ومؤيد بحلفاء أقوياء أشداء سوف ينصرونه ويؤازرونه ويقفون إلى جانبه ولو بالباطل ويؤيدونه ظالما ومظلوما وأن هزيمتك سوف تحقق له مصلحة عظمي وأن مغامرته ستكون كلها مكسبا وإسرائيل تشعر بكل هذا وتتصرف بهذا البقين وهي تسوس قضيتها وقد امتلأت إحساسا بأن أمريكا معها وأوروبا في صفها والرأي العام يناصرها والصحف تكتب لصالحها والإذاعات تهتف لها والعالم كله يعطف على قضيتها وأن مصر هي العدو التاريخي وهي العقبة الكؤود في طريق ميلاد إسرائيل الكبر وهي لا ترى في الدول العربية إلا دولا بداية أكثرها متخلف أو ضعيف وترى في نفسها الحارسة الموكلة من دول الغرب للحفاظ على البترول وكنوز الطاقة التي تجلس على تلها وقد أعطاها هذا الموكل الرخص في الانفراد بالترسان النووية والكيمائية والبيولوجية وبطائرات الشبح وصواريخ الباتريوت وبفائض سلحة الترسان الأمريكية وبالصوت الأعلى في المنطقة وبالحماية الدائمة بالفيتو وبالاقتصاد الساحق المتفوق فما الذي يمنعها من أن تبدأنا بالحرب أن نتنياه بقول في كتابه إن سياسته هي فرض سلام الردع على جيرانه وهو يفعل أكثر من هذا فهو يفرض سلام الرعب وليس الردع فقط ولغته التي يخاطب بها الفلسطينيين هي الرشاشات والمصفحات والدبابات والمدرعات والمجنزرات وفي مقابل كل إسرائيلي يسقط جريحا بقتل عشرة من الفلسطينيين وفي مقابل ستين قتيلا إسرائيليا قتل بيريز ثلاثمائة قتيل وجريح في قانا بيريز الرجل الوديع المسالم المداهن وقد وضعت إسرائيل رجالها في المناصب الحساسة في الخارجية الروسية والخارجية الأمريكية وفي حكومات إنجلترا وفرنسا وسبانيا والمانيا وبلجيكا بل وفي دول الشمال الإفريقي وفي رواندا وبروندي وزائير والحبشة وأريتريا ودول البحيرات وفي كل مكان من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها فلماذا لا تحاربنا إسرائيل؟ إن المشهد السياسي العالمي الذي تدور استراتيجيته منذ سنوات على اتهام الأسلام والمسلمين وإشعال الفتن في كل بؤرة إسلامية من الصومال إلى أفغانستان إلى البوسنة إلى جنوب السودان إلى أذربيجان إلي الشيشان إلى طاجكستان إلى بورما إلى كشمير إلى فلسطين إلى العراق إلى ليبيا إلى سوريا كل هذا المسرح العريض يشهد بأن هناك تحريضا مستمرا واتهاما ظالما بالزور والكذب وبالتامر وسعى بالفتن وبالسلاح وبالدولار في كل أرض عربية وإسلامية لزعزعة أمنها وإرهابها والأيقاع بين أهلها وتشويه دينها ومبادئها وما يجري منذ سنوات هو أفضل تمهيد وتبرير للحرب الخاتمة القادمة وإسرائيل تحاربنا بالفعل من وراء كل هذه الوكالات وهي رأس الحرب في هذه الصليبية الجديدة الظالمة وهي صليبية لا علاقة لها بالصليب ولا بالمسيح وإنما هي استعمار سافر داعر وعدوان خبيث وتمهيد لحرب تختار هي ميقاتها إن الحرب تحدث دائما حينما يصرح أحد الطرفين بأنه مسالم وبأنه لا يفكر في حرب وبأنه يسعى للسلام والأمن وحسن الجوار وهي دائما تحدث حينما يختار أحد الأطراف موقف الضعف والذلة والخوف والموادعة والملايا ويطرد من ذهنه أي خاطر في المواجهة ويفضل المهانة على لقاء الموت والذين يؤثرون السلام ويمشون إلى جوار الحائط هم أول من يطمع فيهم الظلمة والمعتدون وهم أول من يفقدون الأمن والأمان والسلام إننا نعيش في عالم ذئاب ولم نعرف طعم السلام إلا مجرد استراحة عابرة بين حربين وتاريخ المنطقة ملطخ بالدم نابا ومخلبا ونحن نواجه عدوا حقيقيا وجارا غادرا ومفاوضا كذابا أفيقوا يعربوا إلى الكارثة التي تدبر لكم أعدوا واستعدوا واعلموا أنكم مقبلون على ذات الشوكة لا مفر ولا مهرب السلام الذي تلوكونه بين أفواهكم هو مخدر موضعي يدسونه في طعامكم الإعلامي كل يوم فإسرائيل وعصابتها الصهيونية لا تفكر في أي سلام أبدا وإنما غرضها أن توهن عزائمكم وتميت قلوبكم وتعمي عيونكم عن الكارثة المقبلة حتى تأتيكم على غرة ودون استعداد وهي تقتل وتخرب وتفسد كل يوم تمهيدا للخاتمة التي تحبك خيوطها وهي تطحن تحت أدراسها ثارا تاريخيا لا يهدى ولا ينطفيء له نار ولا يخب له أوار وهي لا تريدكم إلا سبايا ولاجئين مطرودين بالأبواب ومتسولين عبيد لقمة كما عاشت أيام السبي البابلي وكما طوردت فلولها أيام النازية وما كنا نحن هؤلاء الجنات الذين أذلوها وما كنا أبناؤهم ولا سلالتهم وما وجد اليهود المأوى والسكن والمحبة كما وجدوها في حضن الأندلس الإسلامية ولكنه الظلم والحقد الأعمى الذي يريد الدم أي دم والفجور الذي ينتقم من إجرام المجرم بسفك دم البراء ومنذ سنوات يروج الغرب أكذوب أن هذا المسلم البريء ليس بريئا وأن الإسلام نفسه هو العدو الذي يتربص بالحضارة وأن المسلمين هم برابر هذا العصر والصهيونية وأبواقها هي التي نظمت هذه الحملة لتمهد بها لما تخطط له من ذبح هذا المسلم وتقديمه فدية وذبيحة لإقامة دولتها الكبرى وبناء هيكلها على أطلال مقدساتنا إنها رواية أحكموها فصولا ورتبوها أبوابا وقد أشرفت الرواية على فصلها الختامي إن هؤلاء الناس لا يهزلون فكفانا نحن هزلا وكفانا نوما وليصحوا كبارنا فلن يكون هناك أكابر إذا حم القضاء أجمعوا أمركم يا سادة قبل أن تأخذوا على غرة وتجدوا أنفسكم سبايا ولاجئين مطرودين بالأبواب واستمعوا إلى صوت المتنبي شاعر العرب نحن بنو الموت فما بلنا نعاف ما لابد من شربه وإلى حكيم العرب الذي ينشد لقد وجدت الموت قبل ذوقه ذل الجبان في رعبه وخوفه والموت قادم إليه رغم أنفه وكل آمن في سربه وأهله الموت أقرب إليه من شراك نعله هكذا يا سادة نحن بنو الموتي فما بنا تخاذرنا وأصبحنا نتسول الأمان من الذي ليس عنده أمن ولا أمان بل من الذي لا يضمر لنا أمنا ولا أمان بل يضمر لنا إذلالا وهوانا ويبيت لنا بليل ويمكر بنا مكر الليل والنهار إن القلق بسبب حرب محتملة أفضل من النوم على سلام كاذب وأولى بنا أن لا نخدع أنفسنا وأن نواجه الواقع بكل احتمالاته وأن نتأهب للأيام الأسوأ والاعتماد على نصرة أمريكا اعتماد على سراب خادع فالنصرة الأمريكية تأتي دائما للطرف الآخر والفيتو يأتي في صالح المعتدي وليس في صالح الضحية هذه هي القسمة التي قسمها لنا الله وعلينا أن نعرف كيف نحمل تبعاتها إن إسرائيل تتشدق بالسلام وتعد للحرب وتستكثر من السلاح وتكدس من العتاد الحربي كل يوم وكأنها مقبلة على غزو في ظرف ساعات فماذا نفعل نحن؟ هل ننتظر الضربة الأولى كما فعل عبد الناصر في كارثة 67؟ إن الانشغال بالتنمية عمل وطني عظيم ونبيل ولكن ما تبنيه التنمية في سنين يمكن أن تهدمه قنابل الطائرات المغيرة في ليلة وتمحو معه المليارات من القروض وعرق السواعد وأحلام الملايين الحكمة تقول أن نبني بيد واليد الأخرى على الزناد كما يفعلونهم على الجانب الآخر ولا ندع سيناء خلاء مفتوحا لاعبون فيه فهم قد زرعوا عيونهم في كل شبر في بلادنا بل زرعوا عيونهم في حياتنا وفي الأرض التي نزرعها وفي الماء الذي نشربه إن ما تفعله إسرائيل هو جريمة بكل المقاييس ولكن الجريمة الأكبر هي السكوت عليها واعتبارها صديقا ومرة أخرى أقول إن اتحادنا في عصبة واحدة ويد واحدة هو أقوى سلحتنا بل إن عز الإيران عن العصبة الإسلامية هو تآمر إمريكي غربي وتفتيت العصبة الإسلامية كان دائما هدفا عزيزا لقوي الاستعمار الغربي وخلق الأعداء للإسلام من داخله كان دائما سياستهم وقد جاء أوان رأب الصدع وجمع الصف وعندنا من الأعداء ما يكفينا وزيادة فلماذا نخلق لأنفسنا المزيد من الأعداء ولماذا نساعد في زرع المزيد من الخصومة بين بعضنا البعض لقد اتحد الروس البلاشفة مع خصومهم الرأسماليين الإنجليز والأمريكان لمحاربة النازية الهتلرية ونسوا خلافاتهم وقاتلوا معا جنبا إلى جنب عدوهم المشترك حتى قضوا عليه فلنتعلم مما فعلوا درسا نواجه به المحنة التي وضعونا فيها ولنقف معا شيعة وسنة يدا واحدة إن نهر السياسة يغير مياهه كل يوم وأعداء الأمس يصبحون في عرف الدبلوماسية حلفاء اليوم إذا قضت بذلك الحكمة والمصلحة فلنتعلم منهم ما يعيننا عليهم الفصل الخامس المشكلة اليهودية المشكلة اليهودية هي في اليهود أنفسهم وليست في اضطهاد العالم لهم فهم الذين يؤججون الفتن ويخلقون المشاكل يقول فيهم القرآن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين فهم الذين يصنعون الفتن والصهيونية فكرا وسلوكا موبوءة بالتعصب العنصري وبعقدة الخوف والحقد وأوهام التفوق والرغبة في التنكيل بالآخر والسيادة على الآخر ولم يكن القرآن الوثيقة الوحيدة التي اتهمتهم وإنما أنبياؤهم اتهموهم من قبل القرآن ومن قبل الإنجيل يقول فيهم النبي أرمية مثل خزى اللص إذا وقع هكذا خزي آل إسرائيل هم وملوكهم ورؤساؤهم إذ يقولون للخشب أنت أبي وللحجر أنت والدي لأنهم أداروا نحو قفاهم لا وجههم وفي وقت مصيبتهم يقولون لي قم وخلصنا فأين آلهتك التي صنعت لنفسك فليقوموا إن استطاعوا أن يخلصوك في وقت بليتك لأنه قد صارت الهتك بعدد مدنك يا يهوذة لماذا تخاصمونني كلكم عصيتموني يقول الرب ضربت أبناءكم بلا فائدة إذ لم يقبلوا تأديبا سيفكم أكل أنبيائكم كأسد مفترس إنهم كانوا يقتلون الأنبياء باعتراف أنبيائهم وسيوفهم تأكل أنبياءهم وقد حاول مفكرون من عظماء اليهود على مر التاريخ أن يعالجوا هذه النفس اليهودية من أدوائها فلم ينجحوا ولم ينالوا من إخوانهم وأبناء جلدتهم إلا السخرية والتجريح والافتراء كما حدث مع صاحبهم موسي مونداليسون الذي حاول أن يخرجهم من هذا الحبس الاجتماعي والفكري وراء أسوار الحقد وكان شعاره كن يهوديا في بيتك ومواطنا مخلصا في مجتمعك أحب الآخر كما تحب نفسك فما كان جزاؤه إلا التعريض بسمعته وكرامته وتعقبه المعاندون المتعصبون من اليهود يجمعون كتبه ويحرقونها وقبل منداليسون جاء باروخز بنوزا وكان هو الآخر يؤمن بأن نهاية شقاء اليهود وشقاء العالم باليهود لن يكون إلا بتخلصهم من النعرة القومية والأفضلية العنصرية التي تفسد ما بينهم وبين الناس وكان يرى أن التمسك بفلسطين والعودة إلى أرض الأجداد وإقامة الهيكل هي عقدة وهمية وأسطورة وأن الله في كل مكان وجميع الأرض هيكلة وهو يسمع الدعاء من أي بقعة في الأرض فما كان جزاؤه إلا السخرية به والحط من شأنه واتهامه بالكفر والتآمر على قتله ولاحقه أحد المتعصبين وطعنه بمدية وجاءهم المسيح عليه الصلاة والسلام بموعظة الحب فاغلقوا أسماعهم دونه وقال لهم المسيح إنه بالأيمان وحده لا بالنسب سوف يدخل الإنسان ملكوت السماء وكانت موعظته أحب أعداءكم بارك لعنيكم أحسن إلى مبغضكم فتآمروا عليه ليقتلوه وجاءهم محمد عليه الصلاة والسلام مؤيداً الروح القدس ليدعوهم إلى المودة والرحمة فقدموا له كتف الشات المسمومة ويأتي اليوم أخونا لطف الخولة مسيحاً جديداً يحمل معه إنجيل كوب نهاجاً ليخاطب عقلاءهم وليحول قلوبهم ولطف الخولة لا شك يوهم نفسه ويوهمنا وهو لا شك بمزح فالذي كان يحيي الموتى ويشفي الأكمه والأبرص ويقيم المشلول لم يفلح معهم والنبي الخاتم المؤيد بالروح القدس وموسي بعصاه التي شقت البحر وأنبياء التوراة وكتائب المصلحين بلا عدد ما استطاعت أن تلين لهم قلباً ولا استطاعت أن تشفي نفوسهم من حقدها وأمراضها أفيستطيع أخونا لطف الخولة أن يحول قلوبهم بوثيقة كوب نهاجاً هو بلا شك سيضيع نفسه وسيضيعنا معه هل أقرأ عليه البروتوكول الرابع يقول اليهود في البروتوكول إن علينا أن نشعل الثورات ونؤجج الفتن فإذا نجح الثورة فإنها سوف تات بالفوضى أولاً ثم بحكم الاستبداد الذي يحكم بالصوت والجبروت ثانياً وسوف نكون نحن القوة الخفية التي تعمل من وراء هذا الحكم المستبد عن طريق وكلائنا ومنذ الذي يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشها إن علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من هذا العالم وأن نضع مكانها عبادة المصلحة والمال والجاه والدنيا علينا أن نزين الشهوات ونقيم المحراب البديل محراب اللذات والأطماع وعلينا أن نقيم عالماً من التجارة والمضاربة والبرصات وبهذه الشباك المحكمة سوف يعبر المال من خلال هذه المضاربات المحمومة إلى خزائننا ولن يصل إلى أيدي سوانا إلا الفتاة وسوف يخلق الصراع من أجل المال عالماً فضى أنانياً غليظ القلب من حل الأخلاق شهوته الرائدة هي الذهب وتكديس الثروات ويتحول المجتمع إلى أغنياء بلا حدود وفقراء بلا حدود وأحقاد بين الاثنين بلا حدود ويصبح من السهل إغراء كل فريق بالآخر وإشعال فتيل الفتنة كلما خبت ألم يكن هذا ما فعله اليهودي كارل ماركس حينما قام بتحريض البروليتاريا على البورجوازية وأشعل الثورة البلشفية في روسيا وهل كانت مصادفة أن فكر ماركس كله يقوم على الصراع الطبقي؟ ثم أليس هذا هو النظام العالمي الجديد الذي نعيشه والذي يسيطر عليه أباطرة الصناعة والتجارة وتحكمه البورصة والسوق والدولار وتتكدس فيه ثروات أصحاب الملايين والمليارات وتنحدر فيه الأغلبية إلى فقر مدقع وتتصعد فيه المعاناة إلى ذروة ثم ألا يملك الصهاينة في هذا النظام دولة الصحافة والإعلام والنشر ودور اللهو والمسارح والسينما بالفعل ويزينون لنا عالما من الشهوات والجنس والعنف والدم ويملؤون الفضاء بالمحطات الفضائية التي تذيع العملية الجنسية بالصوت والصورة والألوان ويصنعون شبابا مشغولا بأعضائه التناسلية ولا وعا له ولا عقل ولا مستقبل وافتحوا الدش على محطات أوربا وتركيا بعد نصف الليل وتفرجوا إنهم لا يهزلون وما يجري هو بالفعل مصداق لخططهم وبروتوكولاتهم وإذا كنت من الذين يسخرون من هذه البروتوكولات ولا يصدقونها فماذا تقول عن العصر نفسه وعن النظام العالمي الجديد الذي تعيشه؟ هل يحدث فيه ما يحدث من صراع محموم عشوائيا وبالصدفة؟ إذا كنت تعتقد أن هذه البروتوكولات تلفيق فماذا تقول في كتاب الكساندر مالكول وهو دكتور في اللاهوت المسيحي وهو لا يتكلم عن البروتوكولات ملحوظة من خارج الكتاب يمكنكم الاستماع إلى كتاب بروتوكولات حكماء صهيون الذي يحوي تلك البروتوكولات أيضا على قناة ورقة لنكمل وإنما يأتي بنصوص من التلمود والمدراش ومعها أصولها العبرية والآرامية وكلها تمتلاء بالحقد على العالم والسخرية من جميع العقائد والأديان والتآمر على هذا العالم ومن فيه ويقول أحد النصوص بوجوب قتل من يدرس التوراة إن كان من غير اليهود وبوجوب قتل من يستريح في غير يوم السبت وفي نص آخر يحرم على المرأة اليهودية إرضاع طفل جارتها غير اليهودية حتى لو تعرض الطفل للموت جوعا وأمثال هذه النصوص العجيبة كثير أنا أعلم يا أخ لطفي أن هناك أقلية في إسرائيل تنشد السلام العادل والقرآن نفسه ذكر هذه الأقلية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إنها حقيقة ولكن هذه الأقلية مغلوبة على أمرها وليست هي التي تقرر سياسة إسرائيل ولم يكن حزب العمل بأقل عدوانية من حزب الليكود وقتل الفلسطينيين واللبنانيين في عهد العمل وفي مذبحة قانا أكثر من قتل الليكود لا توجد سياسة إسرائيلية في أي حزب حاكم غير توسعية أنت تحلم يا أخ لطفي إن اليسار الإسرائيلي الذي تخاطبه بمقررات كوبنهاجن هو مجرد ديكور وهو مجرد مصيدة للتطبيع الثقافي الذي يحلمون به إن المشكلة اليهودية هي في العقلية اليهودية نفسها وهي للأسف عقلية صهيونية توسعية هدفها الأول السيادة وداؤها العضال الذي لا شفاء منه هو الشعور بالامتياز وبأنهم الصحبة المختارة من الله وبأنهم الأولى بالسيادة على البشر ولن ينفع إنجيل كوبنهاجن فيما أخفق فيه إنجيل المسيح وتوراة موسي وقرآن محمد ولا حجة لأحد بعد هذا الثلاثي المختار من الله فعلا والمؤيد بجنده وملائكته وأين أوراق كوبنهاجن من هذه البعثة التي جاءت بها السماء مسلحة بالآيات والمعجزات والكتب السماوية وما زال اليهود بنفس عقلياتهم ونفس مواقفهم والأخ لطفي يريد أن يجنبنا ويجنب نفسه عواقب مواجهة لا يعلم بمداها إلا الله وحده وهو يشكر على ذلك ولكن يا عزيزي لطفي ما بالأمان تعالج الأقدار وإنما بالتأهب وإعداد العدة وليس باستجداء المواثيق وأين ميثاق مدريد وأين ميثاق أسلو ومنذ متى كانت المواثيق تجدي بل نستعد للأسوأ ونتأهب للأخطر أقول هذا من سنين ولا أرى حلا آخر وأرجو من إخواننا العرب حكاما وشعوبا ومن دول العالم الإسلامي حكاما وشعوبا أن يعو هذه الحقيقة وأن يدركوا حجم الكارثة وأن لا يتعلقوا بحبال أمريكا وأن لا يضعوا كل آمالهم في الكونغرس فحقيقة أن إسرائيل تستعمل أمريكا هي وهم شائع والواقع هو العكس إن أمريكا هي التي تستعمل إسرائيل لأغراضها وأن الحلم الأمريكي في صناعة إمبراطورية باتساع الأرض هذا الحلم يحتاج إلى كلاب حراسة ووكلاء عسكريين مرابطين في كل بقعة استراتيجية والمنطقة العربية أرض الثروات والكنوز لابد أن تؤول إلى السيطرة الأمريكية بالكامل وإسرائيل في القوة الوحيدة التي تستطيع أن تؤدي هذه المهمة ولهذا نلاحظ أن إسرائيل تفعل الأفاعيل وتسوي الهوائل بالفلسطينيين وبمقدسات العرب ولا تحرك أمريكا ساكنة ولا تحاول أن تضغط على إسرائيل مع أن هذا أمر ميسور جدا ولن يكلفها أكثر من تليفون أو إرسال برقية ولكنها لا تفعل بل نفاجأ بها تفعل العكس فتساندها على باطلها بالفيتو وباثنين فيتو وليس فيتو واحد وهو أمر لافت للنظر ويدل دلالة أكيد على أن أمريكا لها مصلحة شخصية ومطلب ذاتي فيما يجرى وإنها بكل ثقلها وراءه ونذكر جميعا في حرب 56 وفي العدوان الثلائي الفرنسي الإنجليزي الإسرائيلي على مصر أن الرئيس الأمريكي إيزنهاور أخرج الجيوش الإسرائيلية والفرنسية والإنجليزية من سيناء ومن السويز بأمر فوري والسبب كان واضحا أن أنجلترا وفرنسا وجيل الاستعمار القديم قد أصبح في نظر أمريكا حكاية قديمة انتهت وأنه لا كلمة لإنجلترا ولا لفرنسا في مصير الشرق الأوسط من ذلك اليوم وأن الكلمة اليوم لأمريكا إن النية كانت قد اختمرت بأن هذه المنطقة أصبحت من نصيب أمريكا وحدها وأنها وحدها هي التي لها الكلمة في مصيرها وكان ما حدث شهادة على ميلاد الاستعمار الأمريكي الجديد وما فعله بوش بعد ذلك في حرب الخليج بالنزول بعساكرة ونهب ثروات المنطقة وزرع القواعد الأمريكية والبوارج الأمريكية في المياه العربية كان هذا الغزو المتنكر في ثوب النجدة تنفيذا لرغبة الطموح في ميراث أرض الاستعمار القديم وما يفعله كلينتون اليوم حينما يطلق الغرور الإسرائيلية واليد الإسرائيلية لتعربد بدباباتها في القدس والضفة ليس دليلا على أن أمريكا باتت مسخرة في خدمة المكر الإسرائيلي بل هو دليل على العكس على أن إسرائيل هي التي أصبحت الكلب الجديد الذي قررت أمريكا أن تسخره لحراسة أرضها الجديدة وأن الكلمة العليا أصبحت لها لأمريكا وليس لإسرائيل إنه مجرد التقاء مصالح وتحالف المكر الأصغر مع المكر الأكبر علينا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سورة الأنفال الآية ثلاثين قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد سورة النحل الآية ستة وعشرين إننا لسنا وحدنا في النهاية فالله سبحانه وتعالى طرف خفي في الصراع فالدين المستهدف هو دينه ولكن هذا لا يعفينا من المسئولية ولا يخلى طرفنا من واجب الاستعداد وأخذ الأهبة فالتواكل والتخاذل والركون إلى الظالمين والإخلاد إلى الدنيا ليست من أخلاق المسلم والله لا ينصر إلا من ينصره وهو القائل في قرآنه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فلنصر الله شرطه والانتصار لدين الله ولا بد أن نوفيه وإن لموفون به بإذن الله الفصل السادس عبادة الشيطان أصلها عبري في الترجمة الفرنسية المسكونية للعهد القديم وتعرف اختصارا بالحروف بي أو تي دي لا بيبل ويكومنيك ترادوكشون لا وهي ترجمة قامت دار المشرق في بيروت بتعريبها في أجزاء الأول منها ظهر تحت عنوان أسفار الشريعة الخمسة أي توراة موسى وفي الصفحة 79 من هذه الأسفار نقرا أن الرب أمر بتقديم قربان للشيطان عزازيل والنص هكذا ويأخذ النبي هارون من عند جماعة ابن إسرائيل تيسين من المعز لذبيحة الخطيئة وكبشا للمحرقة فيقرب هارون عجل ذبيحة الخطيئة التي عليه ويكفر عن نفسه وعن بيته ثم يأخذ التيسين ويقيمهما أمام الرب عند باب خيمة الموعد يلقي هارون عليهما قرعتين إحداهما للرب والأخرى لعزازيل ويقرب هارون التيس الذي وقعت عليه قرعة للرب ويصنعه ذبيحة خطيئة والتيس الذي وقعت عليه قرعة عزازيل يقيمه حيا أمام الرب ليكفر عليه ويرسله إلى عزازيل في البرية أي أن هارون النبي ذبح أحد التيسين قربانا للرب وأطلق الآخر حرا في البرية قربانا للشيطان عزازيل واسترضاء له وهو أمر لا يمكن أن يأتي من الله أو ينزل به وحي فالشيطان ملعون ومطرود ومبعد ومرجوم من الله وليس له قربان ولا مكافأة وإنما ذلك بعض ما غير وبدل الأحبار في توراتهم وبعض ما أضافوا وحرفوا وافتروا على ربهم فلا عجب أن يستمر الأحفاد فيما بدأه الأجداد وأن يضيفوا ويتوسعوا في هذه الطقوس الشيطانية وأن نسمع ونقرأ ونرى ما جاءت به الأخبار عن الطقوس المطورة لعبادة الشيطان والشباب الذي يضع على صدره نجمة داود ويقدم القرابين لإبليس فهذه الفرية لها أصل عبراني والإفساد قديم جاء به العبرانيون الأوائل وليست هذه الموضة بنت اليوم وقد جاءتني تعليقات كثيرة من إخوة مسيحيين أفاضل بأن كلمة عزازيل الواردة في التوراة لا تعني الشيطان ولا إبليس وإنما تعني الصحراء أو التيه أو الفلاء وأنا أحيل الإخوة الأفاضلة إلى قاموس الكتاب المقدس وضع الدكتور بطرس عبد الملك وآخرين وفيه أن عزازيل هو الشيطان أو الجن في الصحاري والبراري أو ملاك ساقط أي ملاك عصى الله وسقط في الخطيئة وهو كلام قريب من مفهوم إبليس في القران وفي كتاب أرشليمه الترجمة الفرنسية نقرأ هذا النص الفرنسي عن عزازيل والنص بالعربية يقول إن عزازيل هو اسم شيطان كان العبرانيون والكنعانيون القدامى يعتقدون أنه يسكن البرية والبرية هي الأرض الجرداء العقيم التي لا يمارس فيها الله عمله المخصب فالكلام إذن عن الشيطان والتوراة المتداولة تقول إن النبي هارون ذبح تيسى وقدمه قربانا لهذا الشيطان وتوراة موسى الأصلية بريئة من هذا الكفر ولا شك ولكن أين هي توراة موسى؟ إن توراة موسى التي نعلم أنها كانت مكتوبة على بضعة ألواح من الحجر يحملها موسى إلى قومه نازلا من الجبل يقول ربنا في القرآن وكتبنا له في الألواح من كل شيء 145 الأعراف وهذا هو الجانب المعلوم تاريخيا فأين هذه التوراة من توراة اليوم المتداولة وهي كتاب ضخم من ألف صفحة بالبنت الصغير لو أنها نقشت ألواحا على الحجارة لجاءت في حجم الهرم الأكبر فكيف يتأتي لموسى أن يحمل مثل هذه الألوف من الأطنان على كتفيه نازلا إلى قومه من الجبل إننا نقرأ بداها شيئا آخر الآن وما نقرأه الآن هو كم من الروايات والأقاصيص والفولكلور والتراث العبري الذي ليس من الله ولا من وحيه في شيء وإنما هو تراث الأحبار والكهان وأفكارهم وأحلامهم وأيضا أضغانهم وأحقادهم والمفتاح يأتينا من التوراة نفسها ماذا يقول داود في المزمير الأصحاح سسف وخمسين ماذا يصنعه بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي والنبي إرميا يقول قال الرب لي بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم بالرؤى الكاذبة ومكر القلب يتنبؤون إرميا 14 قد حرفتم كلام الإله الحاي رب الجنود إلهنا إرميا 23 والشك في أسفار التوراة قديم ومعترف به من طوائف الملة المسيحية أنفسهم فالكنيسة البروتستانتية حذفت من التوراة أسفار باروخ وطوبيا ويهوديتي والمقابيين الأول والمقابيين الثاني وبعض إستير وبعض دانيال إننا أمام نصوص لم يثق فيها أصحابها يقول إكستائن أعلم علماء المسيحية في القرن الرابع إن اليهود حرفوا النسخة العبرانية من التوراة خاصة ما ورد في بيان زمان الأكابر الذين قبل الطوفان إلى زمن موسى فعلوا هذا لتصير النسخة اليونانية غير معتبرة ولعناد الدين المسيحي ومعلوم أن النسخة الثلاثة الأصلية المعتمدة من التوراة وهي النسخة العبرانية واليونانية والسامرية بها اختلافات جوهرية في النسخة العبرانية نقرأ أن آدم مات قبل نوح بمقدار 126 سنة وفي النسخة اليونانية مات قبل ولادة نوح بمقدار 732 فأيهما نصدق؟ علما بأن النسخة الثلاثة اتفقت على أن عمر آدم كان 930 سنة لن زاع في أن مثل هذا الخلاف موجب لرفع الثقة عن النسخ الثلاث وهو دليل على أن الله لم يحفظ التوراة من العبث وإنما استحفظ عليها الأحبار فخانوا أمانتها ومثل آخر نجده في سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 7 من أن أولاد بن يمين ثلاثة وفي الأصحاح الثامن من السفر نفسه نقرأ أن أولاد بن يمين خمسة وفي الأصحاح 46 من سفر التكوين تقول لنا التوراة إنهم عشرة فأيهم نصدق؟ وقد اعترف شراح التوراة بهذا الخلط وقالوا إن عزرا الذي صنف السفر قد خلط بين الأبناء والأحفاد لأن الأوراق التي نقل منها النسبة كانت ناقصة ومعنى هذا أن عزرا كان مجرد مؤرخ ينقل عن أوراق وليس نبيا يستند إلى وحي وهو اعتراف خطير يهدم التوراة من أساسها ويحولها إلى تاريخ عادي ثم كيف يكيل الرب بمكيالين وكيف يطفف الميزان لعباده فنقرأ في التوراة سفر التثنية 23 للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تفرض بربا وفي سفر التثنية 14 الآية 21 نقرا لا تأكل جثة ما تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها كيف يتكلم رب رحيم عادل بهذه العنصرية البغيضة والرب الذي لا يغفل ولا ينام تقول عنه التوراة في سفر زكريا الأصحاح واحد اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه وعن الملاك جبريل الروح القدس تقول التوراة في سفر الملوك إصحاح 22 رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره فقال الرب من يغوى آخاب فيصعد ويسقط في رمود جلعاد فقال هذا هكذا وقال ذلك هكذا ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال أنا أغويه وقال الرب بماذا فقال أخرج وأكون روح كذب في أفواه أنبيائه فقال الرب إنك تغويه وتقتدر فأخرج وفعل هذا الروح القدس الذي وصفه الله بالروح الأمين يجعل من نفسه روحا كذب يدل على الأنبياء كيف وأين إبليس وأين دوره وهو إمام الغواية أهناك أزمة في الشياطين والجن والمرد ورسل الشر حتى يأمر الله الروح الأمين بالكذب والتدليس ويكلفه بالغواية ولكنها التوراة المفترات التي لم يسلم منها أحد حتى أنبياء الله المكرمون لم يسلموا فنوح يسكر حتى يفقد وعيه ولوط يضاجع بناته وهو سكران ويعقوب يسرق البركة والنبوة والأغنام والمواشي ويهوذا يزني بامرأة ابنه وداود يشتهي زوجة الضابط أوريا الحثي فيزني بها ويرسل زوجها ليقتل في الحرب ويتخلص منه أما سليمان فيختم حياته المجيدة بعبادة الأصنام وهارون يصنع العجل الذهبي ويعبده حتى موسي تقول التوراة إنه خان ربه ولم يقدسه ولهذا يحرمه الرب من دخول أرض المعاد ويموت في سيناء هو وهارون ويقول لهم الرب في التوراة لأنكما خنتماني ولم تقدساني لن تدخل الأرض التي تنبض لبنا وعسلا ويدخلها عبد يشوع بن نون حتى أيوب نقل عن لسانه أنه ينكر البعث والقيام من القبور لم يسلم واحد من الأنبياء الأول العظام الذين بنوا صرحة دولة اليهودية من التلطيخ إن التوراة المتداولة تكذب بنفسها قدسيتها ومصداقيتها وما جاء في الترجمة الفرنسية المسكونية في أسفار الشريعة الخمسة صفحة 79 من أن هارون النبي اختار تيسين من المعز وكبشا للمحرقة قرابين وبدأ بعجل قدمه للرب ذبيحة كفارة عن نفسه وعن أهل بيته ثم أقامت تيسين أمام الرب عند باب خيمة الموعد وألقى عليهم القرعة أحدهما للرب والآخر للشيطان عزازيل فذبح اللذى للرب وأطلق اللذى للشيطان في البرية هذا النص العجيب الذي يكون للشيطان فيه قربان لا يمكن أن يكون نصا إلهيا ولا غرابة في هذا بعد كل ما قرأناه عن التوراة وما بها من تحريف فإن مثل هذا الكلام هو ضمن ما دسه المفترون على التوراة وتقوس عبادة الشيطان بدأت من ألوف السنين من أيام التوراة كبدعة إسرائيلية وليست بدعة هذا الزمان الذي نعيشه ولا غرابة في ذلك فعبادة النفس وعبادة الهوى وعبارة الدنيا وعبادة المال عرفت عن اليهود وهي جميعها شيطانية في أصلها ومصدرها إن عبادة الشيطان أمرها قديم منذ أن جاء الإنسان على الأرض ومنذ آدم فحينما عصى آدم ربه فغوى كان عابدا في تلك اللحظة لإبلبس عن غفله وحينما قتل قابيل هابيل كان قابيل ينفذ أمر إبليس وغوايته وعبر السلالة البشرية التي امتدت لألوف من السنين لا يعلم عددها إلا الله كان شياطين الإنس والجن والمجرمون والسفاحون والطغاة والمفسدون ومشعل الحروب والفتن ومروجو الفصق والدعارة والمخدرات واللصوص وعصابات الخطف هم عبيد الشيطان ولكن إسرائيل كانت أول دولة صنعت من هذه العبادة دينا وأقامت له مؤسسة لها فروع وتنظيمات وخلايا في كل بلد إن هذه العبادة الشيطانية لها أصل عبري في التوراة المتداولة وفساق اليهود هم الذين ابتدعوا طقوس هذه العبادة وألفوا كتبها وتسابيحها وأناشيدها وموسيقاها وصلواتها ورموزها الصليب المعقوف ونجمة داود وشموع السوداء وشرب الدم وأساليب التقرب إلى الشيطان بحفلات الجنس الجماعي والتبول علي الكتب السماوية وتمزيق الأناجيل والعري والفحش ومباشرة الشذوذ وسب الذات الإلهية وشتم الأنبياء والسخرية من الشرائع وذبح الأطفال قرابين للشيطان وليس غريبا على الذين ألفوا التلمود كتاب الحقد البشري وصنعوا الماسونية نظام التأمر الذي دس رؤوس اليهود والصهونية في جميع مناصب صنع القرار في العالم والذين أشعلوا الحروب والثورات وأججوا الفتن عبر التاريخ كله أن يبتدعوا هذه العبادة وأن يقيموا لها مؤسسة ويخترعوا لها صلوات وطقوسا وموسيقا وديسكات ليزر وأن ينشروها في العالم على هذا النطاق الواسع الذي وصل إلى شبابنا وأغوي أبناءنا فهم المفسدون منذ الأزل في الأرض ويقول لهم القرآن لتفسدنا في الأرض أي في الأرض على اتساعها وإطلاقها وذلك من إعجاز القرآن أما الاستجابة الواسعة بين الشباب لهذا الإفساد فهي أمر طبيعي فضعفاء النفوس وضفاء الإيمان هم الأغلبية ويقول ربنا إن أكثر الناس لا يفقهون ويقول عن المؤمنين الشاكرين وقليل ما هم ولهذا ينتشر الفساد بأسرع مما ينتشر الصلاح وتصبح الحاجة شديدة إلى التصدي لهذا البلاء بقوة القانون وبالشرطة وبرجال الأمن وبأجهزة الردع وأهم من كل هذا إغلاق باب التطبيع الذي ياتينا منه الجواسيس والمخدرات والدولارات المزيفة والأيدز وأخيرا عبادة الأبالسة والتفرقة الواضحة في التعامل مع قربان الله وقربان الشيطان تؤكد هذه العبادة للدنيا وشيطانها فقربان الله يذبح لأن الله يأمرنا بأن نضحي بالدنيا وأن نصوم عن طعامنا وشرابنا ولهذا يذبح هارون اللحم الذي يشتهيه ويقدمه لله أما التيس الذي اختاره قربانا للشيطان فإنه لا يذبحه وإنما يطلق يمرح في البرية فهو برمز للدنيا ومشتهياتها وبهذا يسعد الشيطان وبهذا يسر أن نطلق لشهواتنا العنان إنه يعامل الرب بما يدخل السرور إلى نفسه ويعامل الشيطان بما يسر له ويفرح ويبلغ الافتراء على الله ذروته في مفهوم التوراة المتداولة عن الربوبية فالرب في التوراة ليس رب العالمين ولا رب الأكوان كلها وإنما هو رب إسرائيل وحدها وفي آخر الزمان يأتي الله بكل الشعوب والأمم لتلحس تراب نعل حذاء إسرائيل فالربوبية والعناية وإسباغ النعم هي أمور يجب أن تنفرد بها إسرائيل وحدها والله ليس ربا للشعوب والأديان الأخرى فكل ما عدا شعب إسرائيل جوييم حيوانات وكل ما عدا الديانة اليهودية خزع بلات يقول الرب لإسرائيل في آخر الزمان هانذا أرفع إلى الأمم وإلى الشعوب أقيم رايت فياتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يخيب من انتظره أشعيان تسغة وأربعين إلى هذه الدرجة من العنصرية ومحدودية الأفق تهبط هذه الفقرات بمعنى الربوبية لقد جعلوا من رب العالمين شيخ قبيلة والتوراة المتداولة في هذه الفترات تجدف على الملة المسيحية ذاتها وعلى جميع الملل وعلى جميع الأديان ثم تجدف على الله وعلى ربوبيته المطلقة وعنايته بجميع العالمين وكان طبيعيا أمام هذا التحريف الجوهري في صلب الديانات إن تكون التوراة المتداولة موضع شك وموضع ريبة حتى من أهلها وصدق الله العظيم إذ يقول في القرآن عن حالة اليهود والنصارى أمام هذا الكلام وإنهم لفي شك منه مريب سورة هود الآية 110 فمن يقرأ مثل هذا الكلام ولا يداخله الشك المريب عودة إلى حكاية كوبنهاجن ويحلم الأخ لطفي الخولة ومعه الزميل محمد سيد أحمد وهما من معسكر اليسار القديم أن تكون جماعة كوبنهاجن التي كوناها بداية ناجحة لجماعة ضغط تتعاون مع الأقلية اليسارية في إسرائيل على تغيير مسار السياسة الإسرائيلية نحو خط معتدل يقبل بالقدس كعاصمة لفلسطين وبحق سوريا في استرداد الجولان كاملة وبحق الفلسطينيين في معظم أرض الضفة وعدم شرعية المستوطنات على الأراضي المنهوبة وبأن يكون لفلسطين الحق في القيام كدولة لها كامل صلاحياتها مثلها مثل إسرائيل وما يسعى إليه الأخ لطفي هو حسن ظن في غير محله فقد استطاعت إسرائيل بالفعل وبالقوة أن تغير من الواقع على الأرض في القدس والضفة والخليل وهي قد نهبت معظم أرض الضفة وخططت فيها الأنفاق والكبار والشوارع وبنت المستوطنات وأقامة المعسكرات فلم يبقى للفلسطينيين إلا جيوب محاصرة برشاشات العسكر اليهود حدث هذا بالفعل وانتهى يا أستاذ لطفي وما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة والجماعة الإسرائيلية التي تلتقون بها في كوب هاجن هي قلة يسارية لا تمثل إسرائيل كما أنكم قلة لا تمثلون مصر وهذا الجناح اليسارية لا قدرة له على تغيير القرار في إسرائيل ولا على الضغط المؤثر الذي يغير جوهر السياسة الإسرائيلية فإسرائيل وأن كانت في الظاهر دولة ديمقراطية إلا أنها في الحقيقة دولة عسكرية تحكمها الأهداف التوسعية العسكرية والأحلام التوراتية في السيادة والغلبة وتاريخها كله يجهر بهذا ويصرخ به بأعلى نبرة وكل ما خططت له جماعة كوب هاجن الإسرائيلية هو استدراج المثقفين المصريين إلى الحوار للخروج من حالة السلام البارد مع مصر وكنت أنت وأصحابك الوسيلة البريئة لهذا الاستدراج إنها حيلة ذكية لنوع من التطبيع الثقافي المرفوض من كل الجبهات الثقافية المصرية لأنه نوع من قبض الثمن قبل تسليم اليضاعة والبضاعة هي إعادة الأرض المنهوبة والانسحاب من كامل الجولان وفك المستوطنات التي تتخلل وتحاصر وتخنق الوجود الفلسطيني في الضفة والخليل وإعلان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ثم بعد ذلك يكون التطبيع كثمن ومكافأة ولكنهم بهذه الحيلة سوف يحصلون على المكافأة دون أن يقدموا شيئا سوى الكلام والثرثرة وهذا هو الأسلوب الإسرائيل في العمل والتفاوض في كل مرحلة من مراحل خداعهم الطويل ثم هي جرعة تخدير لا بأس بها للرأي العام العربي ووسيلة لمزيد من التسويف للقضية ولا أحب لك أن تستدرج إلى ملهات وتمثيلية من هذا الطراز فإنك سوف تعطيهم المزيد من الشرعية وتسلبنا نحن بعض صلابتنا ووحدتنا ثم لن توصلنا إلى شيء ثم إن الموقف على أرض القضية موقف مزري وشاء ولا يحتمل إضاعة الوقت في تمثيليات والشعب الفلسطيني ممزق إلى شراذ وجيوب محاصرة بالعسكر وقضية قيام دولة فلسطينية لها صلاحيات الدولة أصبحت أمرا مستحيلا والترسانة الكيماوية والترسانة النووية جاثمة على الحدود المصرية ومخزون السلاح الأمريكي والفائض من كل نوع من السلاح يتراكم بكثرة مستفزة في كل أرجاء الدولة الإسرائيلية والجولان محتلة والقدس محتلة والضفة محتلة ونتنياهو يقول لا تفاوض حول القدس ولا انسحاب من الجولان ولا تراجع عن بناء مزيد من المستوطنات ولا 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 من تظن من فريق كوبنهاجن سوف يضغط على نتنياهو ليغير قراره؟ ديفيد كيمحا الموساد الإسرائيلة؟ زميلكم في فرقة كوبنهاجن؟ لا يا لطفي أنت ولا شك أعقل من هذا بكثير وصدقني لو كان هناك أمل واحد في المئة في هؤلاء الناس لسرت وراءك ولكن الأهداف التوسعية استقرت في عقول هؤلاء الناس من قديم وهم يحركون العالم بمهارة من أجل بلوغ تلك الأهداف وهم يسخرون جماعات الضغط السياسي وأباطرة الصناعة وملوك المال وهم يملكون أكثر الصحف تاثيرا وأعلاها صوتا وقد وضعوا رجالهم في كل كراسي صنع القرار وهم قد أحاطوا بعنق كلينتون وهم يجهزون للذي سوف يأتي بعده وليس هذا وقت الدخول في ملها بل وقت التفكير الصارم الجدي ولا أقول هذا يائسا بل أنا واثق تماما أن كل ما صنعوه سينهار عليهم وعلينا فقط أن نقف كعرب في وحدة صلبة رافضة لكل هذا المخطط ليس فقط وحدة كلام وإنما وحدة عمل وترتيب وتدبير وتخطيط ثم نتكلم جميعا من فم واحد ونعمل بيد واحدة إن مجرد هذه الوحدة الصلبة والإرادة الرافضة سوف تكون أقوى ألف مرة من ضغوط جماعتك وسوف تغير بصلابتها كل شيء وما ورقتك بنهاج يا صاحبي سوى ملحق آخر من ملاحق عبادة الشيطان شيطان الأمل الإسرائيلي الذي تلوح به إسرائيل لتزين لنا سلامها المزيف وتستدرجنا إلى مزيد من التطبيع والتركيع الفصل السابع الذين صنعوا الكارثة كان مفهوم الألوهية عند الإنسان البدائي مستمدا من قوى الطبيعة التي يراها تتحكم فيه العاصفة والبركان والنار والإعصار والماء الهدار القوي الرهيبة الغلابة التي كانت تهدده فعبدها وقدم لها القرابين ليسترضيها وتعددت بذلك آلهته بعدد هذه القوى المسيطرة التي يخشاها ويحسب حسابها ثم عبد الإنسان البدائي الملوك والأجداد فلما رأى الملوك والأجداد يموتون تصوروا أن أرواحهم تحل في الحيوانات فعبدها ثم اتخذ من تماثيل الأجداد ومن تماثيل الحيوانات رموزا وأصناما يعبدها ويقدم لها القرابين ثم اتجه ببصره إلى السماء مبهورا ليعبد الشمس والكواكب والنجوم ثم حاول تجريد الألوهية في قوتين إله خير وإله شر ثم حاول تجريدها في ثالوث وتاسوع ثم في إدارة عليا من تسعة عشر ثم في مجلس رفيع من الآلهة له كبير هو زيوس رب الأرباب المهيمن الذي لا ترد له كلمة وفي الهندوسية بلغ عدد الأرباب أكثر من ثلاثين ألف إله وفي هذا التيه من التخبط والضلال لم يكن الله الحق غائبا عن الإنسان الذي خلقه فمنذ أن جاء آدم أول البشر أنزل الله حقائق التوحيد على آدم وعلمه الأسماء كلها وهداه إلى الأخلاق المثلى وإلى العبادة المثلى ثم توالت قافلة الرسل من إدريس إلى نوح إلى عادن إلى لوت إلى صالح إلى شعيب إلى أيوب إلى سليمان إلى داود إلى موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين وكلها كانت تتحدث عن إله واحد ليس كمثله شيء سوف يبعث الموتى ويكافيء الأبرار ويعاقب الفجار الإله الوحيد الذي يعبد ولكن الإنسان كان يرتد دائما إلى أوثانه وأصنامه لأنها لم تكن تكلفه بشيء ولم تكن تحاسبه أو تتوعده بعقاب وكان الكهنة والملوك وأصحاب المنافع بتنافسون في تحريف الكتب ليرتدوا بأتباعهم إلى الآلهة المتعددة ليكون لجبابة المال أكثر من صندوق للنذور وللقربان أكثر من مائدة وللكهنوت أكثر من طائفة وللقصر أكثر من كاهن بعدد الآلهة الكثيرة وكان الله يستحفظ الأحبار ويستامنهم على ما ينزل من آيات إن أنزلنا التوراة فيها هدنا ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية أربعة وأربعين المائدة فكان الأحبار يخونون الأمانة ويبدلون ويغيرون في الآيات بما يتفق مع هواهم وهوى السلطة السائدة وتفرق كل دين إلى فرق وطوائف ومدارس حتى جاء النبي الخاتم ونزل القرآن فعلن ربنا في كتابه أنه سيتولى حفظ القرآن بنفسه وأن القرآن سيكون هو الكتاب المهيمن وستكون له المرجعية المطلقة على كل ما سبق من كتب إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون إية تسعة الحجر وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الآية ثمانية وأربعين المائدة وقال النبي في أحاديثه الثابتة لأمته ستتفرقون كما تفرق الذين من قبلكم وصدق رسول الله فقد تفرق المسلمون شيعا وطوائف إلى سنة وشيعة وزيود وأباضيا ودروز وإسماعيلية وغيرها واختلفوا حتى في أمور الوحدانية وتعددت مدارس الفقة وجاء الصوفية فالتزم بعضهم وشطح البعض الآخر وصرخ الحلاج الله في الجبة وقال البستامي سبحاني ما أعظم شاني وقال آخر أنا الله كما زعم بعض الدروز أن الحاكم بأمر الله لم يمت وأنه ترفع إلى السماء وأنه إله وأنه الواحد الذي تتحدث عنه الكتب وظل القرآن بحفظ الله محفوظا وثابتا وحجة على الكل وانقسمت الأمة الإسلامية وتفرقت إلى دول وتخلفت ورجعت إلى الوراء قرونا بعد تقدم وازدهار واستعمرها الغرب وتقدم عليها بالفنون والعلوم والتكنولوجيا والنظم الديمقراطية وكان للمسيحية في الغرب حكاية أخرى تعددت فصولا فقد انقسم أتباع المسيح إلى فرقة تتبع نسطور وفرقة ثانية تتبع آريوس ثم انقسمت الكنائس من بعدهم إلى كاثوليكية وبروستنتية وأرثوذكسية واستبدب بابوات العصور الوسطى بالحكم وعلقوا المشانق والمحارق لكل من يحاول أن يفهم الأناجيل على غير طريقتهم واتهدوا العلماء وسجنوا غاليليو وأحرقوا برونو مما أدى إلى ثورة رافضة لهذا الاستبداد وجاء عصر النهضة بدستوره الشهير لندعم لله لله وما القيصر لقيصر وانفصلت الكنيسة عن السياسة وتراجعت مهزومة وحوصرت في دولة صغيرة هي الفاتيكان واستقلت السياسة عن الدين وانطلق العلم حرا ليصوغ حياة جديدة هي التي نرى ثمارها الآن في عمر الكمبيوتر والذرة والفضاء والصواريخ التي تجوب الكون والطب الذي يزرع قلوب الموتى في صدور الأحياء والزراعة التي هندست الوراثة وخلقت الجديد في كل سلاله وثورة الاتصالات التي تكلم الماشي على أرض القمر كما يكلم الجار جارة وانفرد العقل يقود مسيرة الإنسان بلا شريك واستأسد العلم وتجرأ على الغيب فنفاه فأصبحت كل الغيبيات مرفوضة وتحولت فكرة الله إلى تراث قديم قابل للرفض بدوره وجاء العلم بإله جديد معبود هو الدنيا وبشريعة جديدة هي العلمانية الحاكم فيها هو العالم الدنيوي والمعبود المستهدف يتمثل في المنافع الدنيوية والسلع الاستهلاكية والطرف الحسي وأشباع الرغبات وتكديس الأموال وتأمين المصالح والحياة بالطول والعرض وأصبح الدستور الجديد عش ليومك وغدك واستمتع بلحظتك واغنم لذلك فليس بعد الموت شيء هتك المشروع العلماني القداسة وأنكر الألوهية ولم يعترف بأن هناك قيمة مطلقة لشيء فسقطت الأخلاق وسقطت المثل وأصبح كل شيء نسبيا ولم يتبقى في الميزان إلا قيم الحياة الحسية ماذا حدث للشباب؟ انفض الشباب عن الدين وعن الكنائس وهبط زوار الكنائس في فرنسا إلى ثلاثة بالمئة وارتد بعضهم إلى الخرافة والتنجيم وقراءة البخت والأبراج والطالع والسحر وراح يجري وراء التقاليع والأنبياء الجدد أمثال مون والمهاريش ماهيش ومسهارة وغيرهم من أهل البدع والموضات وبعد تفريغ الكنيسة من مضمونها راحت تحاول اجتذاب الشباب بحفلات الرقص والديسكو وبالسماح للشواذ واللوطيين والسحاقيات بالحضور والاستماع إلى ترانيم غفران خاصة بهم ولم يكتف الشباب بهجر كنائسه وانكار إلهه وإنما انقلب إلى شناعه أكبر هي عبادة الشيطان ومع الموجة الجديدة لعبادة الشيطان جاءت الشعائر الأبليسية والطقوس الإبليسية وتقديم القرابين الحية وذبح الأطفال وشرب دمائها على أصوات الطبول والموسيقى البدائية والرقص الهمجي على موسيقى الروك والميتاليك والساتانيك وغرق الطوائف من الشباب المخدور في لجه سوداء من الجريمة والضياع وأصبح السؤال الحائر الذي يتردد على شفاه الكل من وراء كل هذا الإفساد ومن أين تأتي الأموال التي تنفق على هذا التيار الهابط والدوامة السفلية التي تجذب الشباب إلى مهاوي الجحيم ومن أين تأتي الملايين والمليارات التي تروج وتطبع وتوزع هذه المنشورات والكتب والاستوانات وتنفق على تلك المحافل الشيطانية والأموال الأخرى التي تشتري وتروج المخدرات والخمور الرديئة والكوكايين والهيرويين والتراك والشيء لزوم الشيء وفي اللجة السوداء التي يغرق فيها العالم ارتفعت الصيحات تهلل لقد انتصرنا على الشيوعية ولم يبقى لنا عدو سوى الإسلام يقولها نيكسون في أمريكا ولكن الإسلام طريح الأرض يا سادة لا حول له ولا قوة والأمم الإسلامية متخلفة ضعيفة ومدينة وأكثرها بشتر خبزه وسلامه من يد الغرب والإسلام مهدد من أهله ومحارب من داخله فكيف يتأتي له أن يكون عدوا يخشي بأسه وانفجرت القنابل يفجرها إرهابيون مأجورون يرددون شعارات إسلامية وتأتيهم الأموال من بنوك في إنجلترا وأمريكا وسويسرا وتسمح لهم تلك الدول بالإقامة في ربوعها آمنين وتبسط عليهم ظلال حمايتها وأكثر من ذلك تقيم لهم إنجلترا مؤتمرا وتطبق إسرائيل قبضتها العسكرية على القدس والضفة وتدفع بالفلسطينيين إلى الحائط وتحاصر كل زمرة فلسطينية بمستوطنة يهودية مسلحة وتحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى ويهدد نتنياهو كل العرب بسوء العاقبة إذا فكر أحدهم في حرب وتنشر الصحف العالمية عدد الثلاثمائة رأس نووي إسرائيلي المعدة للإطلاق والتي تكفي لإبادة دول الطوق ومحو العرب من الخريطة وتأتي الأخبار بأوحال الحرب التي يغرق فيها الحكم الإسلامي في أفغانستان والتمويل الأمريكي بالملايين وبالسلاح لجميع الفرق المتحاربة ليقتل بعضها بعضا ويفنى بعضها بعضا في حرب قذرة كلما خبت زادوها سعيرا وتتواقت كل تلك الحوادث كأنما هي بتدبير مدبر ونفهم جميعا منهم المنتفعون بتدمير الإسلام وتشويه اسمه وسمعته؟ ومن هم أصحاب الملايين والمليارات الذين ينفقون بسخاء على هذا التدمير؟ ومن هم أصحاب أوركسترا؟ الإفساد الإعلامي؟ ومن هم الأباطرة الذين يملكون الإمبراطورية الإعلامية التي تصنع الرأي العام وتغسل عقول الناس وتروج للفنون الهابطة التي تكتسح عقول الشباب وتأخذهم في دوامة الغيبوبة ذلك هو النفير الصهيوني العظيم الذي نسمعه مدويا والذي يمتلك الصحف ودور النشر ومحطات التلفزيون والأقمار الفضائية وشركات الإنتاج السينمائي ونوادي لعب القمار وعلب الليل وما نراه في مشارق الأرض ومغاربها هو مصداق لآيات العلو الإسرائيلي الكبير ونحن إذن في ذلك العلو المقدور وهو بسبيله ليبلغ كبره فما أسماه الله علوا بل علوا كبيرا وحجم الفساد والإفساد وضعف المسلمين وتفرقهم كفيل بإبلاغ إسرائيل ذلك المدى الكبير من العلم الذي ذكره القرآن وأتوقف ويتوقف القلم في يدي وأعود إلى القرآن ماذا يقول القرآن عن الألوهية؟ ماذا يقول عن هذه القوة اللانهائية التي خلقت كل شيء ولا يقف أمامها شيء؟ ماذا عن الله وعن ملكه العظيم؟ وماذا عن خلقنا؟ وماذا عن مصيرنا؟ وما نهاية هذا الطوفان؟ الفصل الثامن الملك العظيم ما ثم حولنا إلا وجود وعدم أما الوجود الخالص والفعل المحض الذي لا تشوبه شائبة من عدم فهو الوجود الألهى والفعل الإلهي والله وذاته فهو الموجود أبدا وأزلا والمنزه عن العدمي له الأولية المطلقه فلا أول قبله والأخرية المطلقة فلا آخر بعده فهو الأول والأخر والظاهر والباطن الظهور صفته لا يحجبه حاجب والخفاء صفته لا يطلع على خفائه سواه ولا وجود لسواه فما سوى الله عدم وفي العدم ما ثم لا ممكنات لا تخرج إلى الوجود إلا بكلمة وأمر من الوجود الحق سبحانه أما نحن عالم الإنسان ففينا من هذا وذاك فينا من الله نفخة الروح التي جئنا بها إلى الوجود وفينا من العدم صفات السلب والعجز والعطب والموت والفناء والتراب وكنا من قبل وجودنا مجرد ممكنات خافيه في العدم أخرجنا الله بكلمة ونعود بعد موتنا ترابا فيبعثنا الله بكلمة كما خلقنا بكلمة والتراب هو المادة الأولية الخام للممكنات المادية العدمية كما أن الماء هو المادة الأولية الخام للممكنات الحية ومن الماء والتراب خلق الله جميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات ومن ذرات الإدروجين وهالبصائط الأولية للمادة أنشأ الله الكون كله بنجومه وشموسه وكواكبه وأراضيه وسماواته والإدروجين هو أول عنصر مخلق من الجسيمات الأولية والله واحد أحد فرد متفرد ليس له ند ولا ضد ولا ولد ولا شبيه ولا مثيل ولا زوجه ولا صاحبة ولا حاجة به لمخلوق تنزه ربنا وتقدس عن الحاجات التي نحتاج إليها في معاشنا فهو لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا بتعب ولا يضل ولا ينسى ولا يخطاء ولا يظلم ولا يندم ونحن نرى بعينين ونسمع بأذنين ونمسك بيدين ونمشي بقدمين ونتكلم بلسان وندير شؤون حياتنا عن طريق مخ وجهاز عصبي وقلب ودوره دمويه وجهاز تنفسي وجهاز بولي وجهاز تناسلي ألخ والله يرى بذاته ويسمع بذاته ويحيى بذاته ولا حاجه له بأعضاء وأدوات فهو أحد صمد غير قابل للتعدد والتجزئ وهو كل لا يقبل القسمة وليس لله حاضر وماض ومستقبل فهو آن ممتد وحضور مستمر لا يتزمن بزمان فلا يشيخ كما نشيخ ولا يكبر كما تكبر وهو حي بذاته متكلم بذاته فاعل بذاته موجود بذاته لا يتحيز في مكان ولا يتحدد بزمان والله لا يحل في حيز ولا يتحد بشيء ولا يتصل ولا ينفصل فهذه كلها من صفات الماده المخلوقة ولا يملك مخلوقا أن يتحد بالله فالله متعال متجاوز له العلو المطلق على كل المحدودات وهو منزه عن الحلول والاتحاد والاتصال والانفصال والشمس تتجلى في المستنقع دون حلول ودون اتحاد وذلك مثال وإنما حظ الولي من ربه القرب والخلة والمكالمة وأقرب الكل إلى الله هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو في مقام قاب قوسين أو أدنى وهو البرزخ بين الله وبين عباده وكذلك جبريل الروح القدس وموسى الكليم وإبراهيم الخليل وعيسى الحبيب كل نبي له درجة من درجات القربة والله أعلم بدرجات أنبيائه والله يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار ولا سبيل إلى رؤيته إلا في الآخرة وذلك لأهل الرضوان الأكبر والنور الذي يتفق أكابر الصوفيه على مشاهدته ذلك الذي يمحق وجودهم فلا يرون أنفسهم ولا الدنيا حولهم ما هو إلا الحجب النورانية التي تحجب الوجه الإلهي فالوجه هو الذات والذات هي غيب الغيب المتلصم الذي لا يطلع على سره أحد ويقول العارف منهم لحظة تجلى ربه نور أني أراه وما يرى سوى الحجب النورانية ألم يقل موسى لربه رب أرني أنظر إليك فقال له ربه لن تراني ودك الجبل حينما تجلى ربنا عليه بوجهه فكيف يدعي رؤية الوجه أحد وهو في بشريته وعلم الله شامل ومحيط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين آية 59 الأنعام والذرة وما دون الذرة من المثاقيل داخلة في علمه وتقديره يقول سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الأية ثلاثة سبأ وتعدد الصفات للذات الإلهية مثل تعدد الأفعال لا تعني أن الذات متعددة فالواحد منا يوصف بأنه طبيب وأديب ومفكر وموسيقي وهو واحد فرد وهو يفعل مئات الأفعال وهو واحد لا غير وما الأسماء والصفات الألهية الكثيرة إلا كمالات تتصف بها الأحدية وهي زينتها ومجلاها ولا يحدث في الكون كله ما يخرج عن مشيئة الله فكل ما يجري علينا هي مشيئته ومراده وإن خرج بعضها عن رضاه فالله أرادنا أحرارا نخطاء ونصيب فنخرج أحيانا عن رضاه ولكن لا شيء مما نفعل ومما يجري في الكون يمكن أن يخرج عن مشيئته وتدبيره وحريتنا في أن نختار ونخطاء هي بعض مشيئته وبعض مراده وهي جوهر الابتلاء والامتحان وذلك لتحديد المنازل والمراتب في الآخرة والابتلاء حق والحساب حق والجنة والنار حق والآخرة حق والملائكة حق والغيب حق والرسل والأنبياء والكتب المنزلة والمعجزات والكرامات حق وهي عناية الله بخلقه والله هو الهادي والمؤدب والمعلم والأنبياء هم رسله ومدرسته وجهازه الإعلامي إلى خلقه واقتضت رحمة الله أن يعلمنا ويهدينا ويبلغنا بما سيجريه علينا من ابتلاء وامتحان ثم إمات وبعث وحساب وقرار بعد ذلك في دار النعيم أو دار الشقاء ولكن الله علم مسبقا بنيات كل منا وبما سوف يختاره بكامل حريته وبالتالي علم باستحقاقه للنعيم أو للشقاء يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وهو يعلم الذين سبقت لهم منه الحسني والذين سبقت لهم الشقاوة وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير سورة الشورى الآية سبعة قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار سورة إبراهيم الآية الثلاثين ولا يعني هذا العلم الإلهي أننا سوف نأتي ما نأتيه من جرائم مقهورين عليها فعلم الله هنا هو علم إحاطة ونحن في حياتنا نعلم عن أولادنا من فيهم سوف ينجح في اللغات ومن سوف يرسب ثم يصدق ما تنبأنا به فهل يعني ذلك أننا قهرنا أولادنا على الرسوب أم أنه علم الاستبصار والأحاطة والله أكثر منا أحاطة بما لا يقاس فالحرية حق والمسؤولية حق ولا إكراه من الله علينا في أيمان أو عقيدة والله يهدي بلطف ويعلم بلطف فيأتي علمه وهديه من خلال اختيارنا وحريتنا والقرآن هو الكتاب الجامع للمعارف الإلهية وهو المصدر الوحيد الثابت لمعلوماتنا عن ربنا وخالقنا والمصدر الآخر هو الكون على الساعة فنحن نرى آيات المانع في صنعته وفي آثار إبداعه والتركيب التشريحي للإنسان والحيوان والنبات من خلايا متشابهة وأجهزة التنفس والتغذى والاستشعار واحدة ثم خلقه لكل الأحياء من مادة واحدة هي الكربون ومركباته كل الأحياء إذا احترقت ننتهي إلى فحم مادة الخلق واحدة وقوانينها واحدة والنسق المخلوقة عليه واحد فلا عجب أن يكون الخالق واحدا إن وحدة النسيج ووحدة الأسلوب ووحدة القوانين تؤكد وحدة الصانع إنك تجد في الضفدع نفس خطة الشرايين التي تراها في الفيل وفي القرد وفي الدجاجة وفي الأرنب وفي الإنسان وتجد نفس القوانين الفيسيولوجية في الهضم وفي التنفس وفي التغذي وفي الحركة مما يشير إلى يد واحدة صنعت كل هذا ونحن نرى الأسماء الإلهية تتجلى أحكامها في الذات الإنسانية فنرى الإنسان الرحيم والكريم والبديع والسميع البصير والعليم كما نرى الإنسان الجبار والمتكبر والمهيمن والمذل من البشر وكل هذا يؤكد الواحدية والأحدية للخالق صاحب تلك الصنعة وتجليات أحكام أسمائه في مخلوقاته صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ولغز الكون ونشأته والإعجاز في تدبيره واتساق قوانينه واستمراره منذ الآف الملايين من السنين في رتابة واستطراد وتطور محكم من لحظة البدء من نقطة افتراضية أصغر من الذرة لتتمدد في أقل من واحد على ترليون من الثانية إلى أضعاف أضعاف حجمها لتنشأ منها سحابة سديمية هائلة تتكثف إلى شموس ونجوم وكواكب وكون مأهول يموج بالحياة وكل ذلك من نقطة افتراضية أصغر من بروتون الذرة كل هذا يؤكد أننا أمام خالق عظيم وأمام صانع معجز في قدراته وكمالاته إن الانبهار والبهت والشعور بالهيبة والرهبة والعظمة هو ما يشعر به المتأمل في هذا الكون ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على ذا جمعهم إذا يشاء قدير والآية تعني أن هناك دواب في السماوات كما أن حولنا دواب على الأرض والدواب غير الملائكة فالدواب كائنات ثقيلة تدب والملائكة مخلوقات نورانيه أثيرية ومعنى ذلك أن الكون كله مسكون ليس فقط بالملائكة والمردة والجان وإنما بالدواب والمخلوقات العجيبة التي لن علم عنها شيئا إنه ملك عظيم لم نحط إلى الآن إلا بذرة صغيرة منه اسمها الأرض هبأة تافهة تدور حول الشمس في مجموعة كوكبية شمسية في مجرة من مائة ألف مليون مجرة في كل مجرة مائة ألف مليون شمس بكواكبها هذا غير صحب الغازات والمادة السوداء وعوالم المادة المضادة ملك شاسع رهيب يدوخ الناظر وهو ينظر فيه والله يمسك بهذه السماوات فلا تقع على الأرض ولا ينهد ذلك البنيان إلا إذا شاء وأراد وذلك ملكه الذي يدخل في حدود علمنا ويصل إلى نطاق حواسنا وخارج حدود تلك الحواس غيب لا نعلمه ولا ندري به وهو يشتمل قطعا على أكوان غيبيه وكائنات علوية وسفلية ممتدة من حضيض أرضنا إلى حدود السماوات السبع إلى الكرسي وما حوى والعرش وما وسع وسبحان الله رب العرش عما يصفون ربنا ما خلقتها ثذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وقال ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولا نملك أمام ذلك الملك العظيم إلا التسبيح والخشية والرهبة وإلا أن نخر إلى الأذقان سجدا وبكيا ونصحوا من هذا التأمل ومن هذا العلو المتسامي لنعود من آفاق هذا الملك العظيم إلى حضيض أرضنا وإلى همومنا وإلى ما يجرى حولنا من صراع عربي إسرائيل وإلى ما قضي ربنا في كتابه علينا وعلى بني إسرائيل في آياته وقد امتلأنا إحساسا بأننا أمام إله عظيم وكتاب معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ذلك الكتاب الذي لم ينفرط في شيء ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويروى ربنا عن كل جليل من الأحداث فيقول سبحانه كان ذلك في الكتاب مصطورة فماذا سطر الله بشان إسرائيل وما يجري عليها؟ الفصل التاسع العلو الإسرائيلي ونهايته الغرور والتعالي والكبر وتصلب الرقب من صفات بني إسرائيل من قديم وفي التوراة المتداولة يدخل يعقوب النبي واسمه الأصلي إسرائيل يدخل في مصارعة حرة مع الله في رؤية منامية ويغلبه والأحبار الذين كتبوا هذا الكلام في توراتهم لا شك قد بلغ بهم الغرور والكبر غايته فتصوروا نبيهم قادرا على كل شيء فتحدوا بقدرته قدرة الله ذاته تعالى ربنا عن هذا العبث علوا كبيرا ولكنه داء مستعص في النفسية اليهودية والتوراة تلعنهم وتصفهم بالكبر والعناد ونبيهم موسى يلعنهم لوثنيتهم وكفرهم وعبادتهم للعجل وما زال اليهود يعبدون العجل الذهبي وهم ملوك المال باستحقاق وحبهم للمال يرقى إلى درجة العبادة واختيار شكسبير لليهودي شيلوك رمزا للولعب المال في مسرحيته تاجر البندقية لم يأت من فراغ لكن اليهود فيهم الرواد والنوابغ في كل فروع العلم والمعرفة والفنون وفيهم الأنبياء العظام من أولى العزم ونيوتن وأينشتين أمثلة قريبة من عصرنا ويقول الله في قرآنه عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولم يكن ذلك العلم إلا فضلا إلهيا فماذا فعل بهم علمهم؟ زادهم كبرا وعلوا وصلفا ولجاجا فلما قال لهم نبيهم موسي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كان المفروض أن يصدعوا بالأمر بلا مناقشة لأن صاحب الأمر هو الله ولكنهم دخلوا في جدل ولجاجا قالوا أتتخذون هزوة؟ أتهزأ بنا يا موسى؟ وما حكاية هذه البقرة؟ وأي نوع من البقر هي؟ أهي فارض أم بكر؟ وما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا فماذا تكون بين أشكال البقر؟ شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ورغم الآيات والكرامات والمعجزات التي خصهم بها ربهم وشاهدوها بأعينهم فإنهم لجوا في عنادهم فقد أحيا لهم موسي القتيل بعد موته بأن ضربه أحدهم ببعض من لحم البقرة المذبوحة فقام وأخبر عن قاتله كما شق لهم موسى البحر وأغرق فرعون وجيشه أمام أعينهم ونجاهم من القهر وعبر بهم إلى سيناء سالمين فما لبثوا أن عادوا إلى وثنيتهم وطالبوا نبيهم موسي بأن يجعل لهم وثنى ثم عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري وظلل عليهم ربهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى ونتأ عليهم الجبل كانه ظله وأخرج لهم من الصخر إثنتان عشرة عينا من الماء بعدد أصباطهم وبعد موت موسى وهارون جاء لهم ربهم بالتابوت تحمله الملائكة وفيه بقية مما ترك نبيهم العصى وألواح العهد ثم جاء سليمان فسخر له الله الريح والجن وعلمه لغة الطير وقال داود علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء فما زادهم هذا الإكرام إلا علوة واستكبارا وتمردا وقال قارون مزهوة بماله وثرائه إنما أوتيته على ذا علم عندي فتصور أن كنوزه جاءته بعلمه وذكائه فخصف الله به وبداره الأرض ولازمهم ذلك الإحساس بالخصوصية والتميز والعلو والعنصرية فاستبدوا وظلموا ونقضوا العهود وخانوا المواثيق واعتبروا خيانة عهودهم مع الآخرين حقا لهم فهم الأعلى وباقي البشر جوييمه أدنى من الحيوان ألم يقل نتنياه إن الفلسطينيين حيوانات يقول ربنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكتب عليهم ربهم الشتات وقطعهم في الأرض أمما ذلك تاريخ مقرؤ ومشهود واليوم تاتي إسرائيل في تجمعها الختامي مؤيدة بأمريكا والغرب ومسلحة بالقنابل وبالصواريخ حاملات الرؤوس النووية لتعزف لحن الختام في سيمفونية العلو والاستكبار على مشهد من الملع العالمي وعلى مسرح بعرض التاريخ ويقول ربنا عن هذا الحدث وقضينا إلاث بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وليس هؤلاء العباد بخت نظر ولا تيتوس كما زعم بعض المفسرين فهؤلاء كانوا جبابرة ولم يكونوا عبادة وهم لم يجوسوا خلال الديار بل سحقوا الديار ومحقوها ودمروها وذلك في زمان السبي البابلي وإنما تتحدث الآية عما فعل عباد الله المسلمون في غزوهم لخيبر فهؤلاء هم الذين جاسوا خلال الديار ديار خيبر وبن النظير وقين قاع ألخ وكان انتصارا ولم يكن دمارا وكان ذلك بعد معركة الخندق وما حدث فيها من تأليب اليهود لقبائل الجزيرة وجمعهم لكل العرب في جيش واحد للقضاء على محمد عليه الصلاة والسلام ودعوته بضربة واحدة وما حدث من خيانة اليهود لعهد الأمان الذي قطعوه مع الرسول وانضمامهم لصف إعدائه حينما اتحم الجيشان وكان وعد الله مفعولا ثم يقول ربنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبه ومعنى ذلك أنه قد مرت حقبة طويلة من الزمن ليحدث هذا التكاثر وجعلناكم أكثر نفيرا وليس النفير هنا من النفر وإنما من الصوت المدوي الذي يستنفر الناس وهو النفير الإعلامي ووسائل الإعلام المتعددة من كتب ونشرات وصحف وأذاعة وتلفزيونا ومحطات فضائية وقد أعطى الله اليهود بسخاء كل هذه الوسائل وأعطاهم القدرة على النفاذ إلى أصحاب القرار في كل دولة والوصول إلى منابر الغرب وإثارتها وما فعلوه في جولتهم الإفسادية الثانية هو عين ما فعلوه في الإفسادة الأولى تشويه الإسلام ووصمه بالإرهاب والدموية وتأليب الدول الغربية كلها وأمريكا وحشدها ضد الإسلام كما فعلوا بقبائل الجزيرة قبيل غزوة الخندق وهذه المرة أثاروها فتنة شعواء في كل دولة وفي كل بؤرة مشتعلة من لبنان إلى أفغانستان إلى الصومال إلى البوسنة إلى كشمير إلى الجزائر إلى وسط إفريقيا ومنطقة البحيرات وأعالي النيل سعيا بالفتن وإشعال الحروب في كل مكان على اتساع القارات تمهيدا لمعركة فاصلة ومواجهة تقوم بها إسرائيل لإخضاع المنطقة العربية وإقتلاع الإسلام من جذوره والآيات تتحدث عن أيامنا وما يجري فيها الآن حولنا وبين ظهرانينا ويقول ربنا لليهود في تحذير إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وهو يعلم أنهم لن يحسنوا فقد أضمروا الشر وخططوا له من البداية فيقول عن تلك النهاية فإذا جاء وعد الآخرة أيما يقاتل إفساد الثانية ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا بما معناه أن المواجهة ستتم والحرب ستحدث وسوف يسترد المسلمون بيت المقدس ويدمروا كل ما بنت إسرائيل وكل ما عمرت ويختصر القرآن ما سوف يحدث في غموض شديد مؤداه أنه ستكون هناك هزيمة لإسرائيل وسوف يدخل المسلمون القدس كما دخلوها أول مرة وسوف يدمرون كل ما أنشأت إسرائيل وما عمرت هل ستبنى الهيكل ويهدمه المسلمون؟ لا نعلم ولا يقول القرآن متى ولا كيف ولا ماذا سيدمر مما بنت إسرائيل وأنشأت ولا بأي سلاح ستحاربنا وبأي سلاح سوف نغلبها ثم يأتي مسك الختام عساه ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي لا سبيل أمامكم ونحن لكم بالمرصاد إن عدتم إلى التأمر والعدوان عدنا إلى هزيمتكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي أن الكافرين محصورون في جهنم ولا سبيل أمامهم ليبلغوا مرادهم هذا قدرهم وفي آية أخرى يقول عن اليهود إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه أي أنهم لن يبلغوا أبدا ولن يحققوا ذلك العلو والكبير الذي يحيك في صدورهم والنبرة القاطعة في الآيات تقطع أي أمل في أن إسرائيل سوف تحقق ما تحلم به في يوم من الأيام أما السبب في هذه القطعية والحسم فهو أن القضية هذه المرة ليست مجرد الإفساد في الأرض فالإفساد في الأرض حادث متصل ومستمر منذ بدء الخليقة إنما لأن الإفساد هذه المرة هو إفساد الإسلام ذاته دين الله القويم وتشويهه واقتلاعه من الأرض كما حاولوا في المرة الأولى في غزوة الخندق حينما جمعوا القبائل كلها في أرض المعركة للقضاء على الإسلام بضربة واحدة وهو أمر لم يسمح به الله في الأولى ولن يسمح بحدوثه في الثانية لأنه دينه وكلمته وإرادته وما يريده الله لا يقوى مخلوق على هدمه وما حدث في الأولى في غزوة الخندق أن الله أرسل أضعف جنده ريحا عاصفة اقتلعت خيام الكفار وبددت شملهم وكفأت قدورهم وأطلقتهم مذعورين يهرولون في الصحراء وهذه المرة الآيات تختصر ما سوف يحدث من هزيمة منكرة وتدمير لكل ما بنت إسرائيل وأنشات ودخول المسلمين منتصرين القدس دون إضاح ودون تفاصيل والكيفية عند الله في غيبه ولكن خلاصة البيان الإلهي أن السلام الإسرائيلية أكذوبة وأن السلام ليس مراد إسرائيل بالمرة ولم يكن مراد إسرائيل في يوم من الأيام كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين هذا دأبهم بطول التاريخ وهذا خلقهم وهذا مالهم في آخر الشوط متى تحدث تلك المعركة الكبرى؟ لا بد أن تحدث في السنوات القليلة القادمة في أوج الانحياز الأمريكي وفي ولاية كلينتون وإدارته اليهودية وفي أوج التأييد الغربي وفي زخم الاحتشاد الصهيوني ولا بد للقوى الصهيونية أن تقتنص هذه الفرصة لهذا المناخ السياسي النادر الذي لن يتكرر في زمن سريع التحولات عنيف التقلبات إن إيقاع الأحداث التاريخية يتسارع والإمبراطورية الرومانية التي عمرت أكثر من ألف عام تهاوت ثم رأينا بعدها الإمبراطورية البريطانية تنتهي في أقل من ذلك بكثير ثم إمبراطورية نابليون في عمر أقل ثم الإمبراطورية الروسية في سبعين عاما فقط إن التاريخ أصبح يهرول ولن تبقى أمريكا على القمة طويلا ولا بد لقوى الصهيونية أن تقتنص الفرصة قبل أن تفوتها لقد دخلت إسرائيل في العلو الذي ذكره القرآن والعلو الصغير صائر إلى العلو الكبير ونحن بصدد المواجهة والمعركة الكبرى على الأبواب والسنوات القليلة القادمة هي المدى المحتمل لتلك المعركة والألفية الثانية هي الميقات وفي التوراة وفي الإنجيل وفي رؤى القديسين إشارات إلى هذه المعركة الهائلة التي يسمونها معركة هرمجدون تجري على أرض فلسطين وأطرافها المسلمون والنصارى واليهود ويتصور كل فريق أن المعركة سوف تنتهى لصالحه ويقول اليهود إن المسيح سوف ينزل من السماء في أعقاب هذه المعركة وأنه لن ينزل إلا إذا جرت دماء المسلمين أنهارا وطائفة الإنجيليين في أمريكا تدفع باليهود لإشعال الحرب لتتعجل نزول مسيحها وكان رونالد ريجان وهو من هذه الطائفة يحلم بأن يكون هو الرجل المحظوظ الذي يشعل فتيل تلك المعركة وكل طرف يحلم بأن تتم التصفية الأولاهية لحسابه ويقول اليهود إن القادم هو المسيح الحقيقي وأنه ملك اليهود وأن ما جاء من قبل لم يكن هو المسيح ولهذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوا وتظل هرمجدون أسطورة ولكن لا شك أن الله يدفع بالأحداث إلى ذروة وأن الأرض حبلا بالكوارث والله وحده يعلم كيف تنتهي ومتى وأين ولحساب من الفصل العاشر الاختيار الصعب قامت فرنسا ولم تقعد لأن هناك فتاتين مغربيتين كانتا تلبسان الحجاب في المدرسة وأصرت إدارة المدرسة على أن تخلع الفتاتان حجابيهما إذا أرادتا الاستمرار في الدراسة وكانت حكاية شغلت الصحف والناس طويلا وشعرت أيامها بالدهشة وأنا أقرأ ما يكتب وأتابع الزوبعة الإعلامية العجيبة وقلت في نفسي أن العذراء مريم في جميع كنائس باريس مرسومة في صورها بنفس الحجاب والراهبات الفرنسيات في الأديره يرتدين نفس الحجاب ولم يحتج الرأي العام الفرنسي على ما يلبسنه ولم يرى فيه عنصرية فماذا حدث؟ وأي جريمة ارتكبتها الفنانان المغربيتان حينما اختارتا الحجاب زية؟ لا أظن أن احتجاج الرأي العام الفرنسي كان بسبب الزي المختلف ففرنسا كرنفال أزياء وفيها كل ما يخطر وما لا يخطر على البال من الشيفون العريان إلى السروال إلى القفطان ولا أحد يلتفت إلى ما تضعه على رأسك أو إلى ما تلبس أو ما تخلع فماذا حدث؟ وماذا أثار الدنيا؟ إن احتجاج إدارة المدرسة كان على الرمز وليس على الزي الرمز الإسلامي كان هو موضع الرفض والاحتجاج الرمز الإسلامي حمل إلى الذاكرة الأوروبية تاريخا ترفضه ولا تريد أن تتذكره هو تاريخ الفتح الإسلامي لأسبانيا ووصول الجيوش العربية إلى فيينا غربا واكتساح الجحافل الإسلامية للدردنيل والقسطنطينية والدولة البيزنطية شرقا ومن قبل ذلك إسقاط إمبراطوريتي الفرس والروم هذه الذكريات يفضل الأوروبي أن ينساها وأن يمحوها من ذاكرته وهو نفس الكابوس الذي كان يطارد نيكسون بعد انهيار روسيا السوفيتية فقال قولته الشهيرة لقد تخلصنا من الشيوعية ولم يبقى لنا عدو سوى الإسلام إنها كوابيس وأحقاد قديمة لا يرى فيها الأوروبي والأمريكي إلا بربارية عربية وهمجية بغيضة وأسأل نفسي متعجبا ألم يفكر الأمريكي الأبيض فيما فعله في الهنود الحمر وفيما فعل القراصنة البيض في الخمسة عشر مليونا من العبيد السود الأفارق الذين خطفوهم من أفريقيا وباعوهم في أسواق النخاسة وفيما فعل الصرب من مجازر ومذابح لمسلم البوسنة وما فعله الأمريكان في هيروشيما وما يفعله الاستعمار الأوروبي والأمريكي الآن في القارة الأفريقية في بلاد الماس والذهب زائير ورواندا وبوروندي بالتحالف مع أمثال موبوتر سيسكو وكابيلا أين بربرية الإسلام المزعومة من هذه الإبادة والقتل الجموعي وخطف الملايين وبيعهم في أسواق العبيد وفي تشريد الشعب الزائيري وموته جوعا في الغابات ونهب خيراته وثرواته وإثارة طوائفه ليقتل بعضها بعضا وأين هذه الجرائم والفتن والمذابح مما فعل المسلمون في الأندلس إن المسلمين لم يأتوا إلى الأندلس غزات ولم يفتحوا بلاد الروم والفرص ولا بلاد أوروبا كما فتحها المغول والتتار للنهب والسلب وإنما دخلوها يحملون دينا وكتابا وحضارة دخلوها كرسل علم وقطلائع تنوير وعمار ولم يغترفوا من ثروات أوروبا ما اغترفت أوروبا ونهبت من ثروات مستعمراتها في أفريقيا إنهم في أوروبا وأمريكا يحاولون الآن تمص هذه الحقيقة ويحاولون تزوير التاريخ وينفقون الملايين لتشويه الإسلام وتبشيع صورته فهو إرهاب وجرائم قتل وتفجير قنابل وإشعال حرائق في الصفحات الأولى من جميع جرائدهم لقد انتهت الشيوعية ولم يبق لهم عدو سوى الإسلام هذا هو المعنى الذي يغرسونه في كل صفحة وفي كل عمود وفي كل خبر ليستقر في وجدان العالم تمهيدا للعدوان الذي يدبرونه على الإسلام وأهله ونحن أصبحنا أضعف من أن نرد على هذا الطوفان الإعلامي التشويهي الذي يصبونه علينا صبا من كل المنافذ والقوى الصهيونية تغذى هذا التآمر وتدفع به إلى الذروة لقد التقت مصالح الكل على هدم الإسلام وتدميره وتشويهه وقد وقع اختيار القوى الكبرى على إسرائيل كوكيل منتدبا ليقوم بالمهمة القذرة التصفية النهائية للوجود الإسلامي إنها الأبدي القذرة المؤهلة والمناسبة بما تحمل من حقد تاريخي وثار ذاتي لكل ما هو إسلامي ولم تبخى الأمريكا بالمال ولا بالسلاح ولا بأسرارها الذرية ولا بما تصوره أقمارها التجسسية أولا بأول ولا بجيوش مخابراتها ولا بصواريخها على حليفها الصهيوني الحبيب لقد أزفت الآزفة التي ليس لها من دون الله كاشفة ما الحل؟ وما المخرج؟ إن الحكومات العربية تتبرأ كل يوم من نية الحرب وحتى من نية الاستعداد لأي مواجهة وتخشى أن تجتمع حتى لا يفهم اجتماعها بأنه إعداد لشيء وراياتها البيضاء مرفوعة طول الوقت وأيديها ممدودة للمصالحة وهي تصرخ بأكثر من هذا بأن الحرب ستكون كارثة على الكل على المعتدى وعلى المعتدى عليه وأنها ليست حلاً ولا وسيلة إلى أي مكسب وهو كلام معقول واستراتيجية مفهومة ولكن كل هذه النيات الحسنة لن تجدي بل سوف تزيد من طمع الطامعين وسوف تغرى المعتدى باقتناص الفرصة وتقنعه أكثر وأكثر بضعف خصمه وهشاشة عوده ولا أرى هذه الاستراتيجية حلاً مناسباً ربما كان حلاً مناسباً مع خصم طيب عطوف إنسان وفي مناخ دولة عادل ومنصف وغير متحيز ولكن يا سادة نتعامل مع وحوش ومع دول منحازة وقطبية أمريكية وحيدة ظالمة مستأسدة وانظروا إلى زائر والملايين التي تموت جوعاً وتذكروا ما حدث في الصمال والبوسن والشيشان إن أنياب هؤلاء المتحضرين المتنورين تسيل شراها إن التنمية هدف وطني عظيم وشريف ولكن كل ما تبنيه التنمية في سنين يمكن أن تدمره طائرة في غارة واحدة يا إخوة إني لا أرى سلاماً ولا أشم رائحة أمان وأرى ضرورة الإعداد والاستعداد وضرورة الاجتماع الفوري لكل الحكومات العربية وضرورة التنسيق لجميع الاحتمالات وضرورة حشد الإمكانات والوقفة الشجاعة معاً لمواجهة المصير وربما استطاعت الوقفة الصارمة المتحدة أن تؤجل الكارثة وهي في جميع الأحوال أفضل من أن نأخذ على غر وأفضل من أن نطمئن أنفسنا بسلام لا وجود له ولا أحد يحب الحرب ولا أحد يريد ذات الشوكة ولكن ربنا هو الذي خلق خلقه وهو يعرفهم أكثر مما نعرفهم وهو يقول لينا كتب عليكم القتال وهو كره لكم فماذا نفعل إذا كان القتال من سنن الحياة والإفساد والعلو الإسرائيلي والمعركة حول القدس في صريح القرآن والآيات تقول بهذا وإن لم تعين ميقاته إن الموت قدر محتوم على جميع العباد والموت قادم علينا بحرب وبدون حرب والحرص لن يرده والخوف لن يؤجله والتاريخ يقول لنا إن المنتصر ليس دائماً الأكثر سلاحاً ولا الأكثر عناداً فالروم والفرص كانوا أكثر من المسلمين عدداً وعتاداً حينما هزموا والمسلمون كانوا في بدر الأقل عدداً وعناداً حينما انتصروا وبالإيمان تنصر الفئة المؤمنة ذلك وعد الله والله يقود الحروب من فوق سبع سماوات وأسباب النصر والهزيمة عنده والله هو المحي والمميت وليس عنده أزمة وسائل فهو يميت بكلمة ويحي بكلمة وعنده الزلازل والبراكين والأعاصير والأوبئة وهو المستغني عن صواريخنا ودباباتنا فهل أنتم مؤمنون؟ إن جواب هذا السؤال هو كل شيء إن الإيمان هو القوة النووية الحقيقية التي تصنع الإنسان وتصنع الأمل وتصنع النصر والذين يؤثرون الدنيا ويحبون الحياة سوف يغادرونها رغم أنوفهم وسوف يبرزون إلى مضاجعهم حينما تأتي ساعتهم وملك الموت لن يستأذن أحدا قبل أن يقبض روحه فعلام الخوف وعلام الحرص وما الدنيا التي يتقاتل عليها الناس إلا سراب ما دنيانا إلا عطس بلا ارتواء رجوع بلا شبع وتعب بلا راحة وحطب يأكل نفسه وهي بدون إيمان خواء وخراب وظلمة وتية وسعى في لا شيء أقول هل أنتم مؤمنون؟ إن في جواب هذا السؤال كما قلت كل شيء إننا لا نريد أن نعلن حربا على أحد ولكننا لا يمكن أن نقف مكتوف الأيدي أمام عدوان لأن العدوان هذه المرة يريد إخراجنا من أرضنا ومن تاريخنا إننا أمام البغي الأكبر وإسرائيل تدفعنا إلى الاختيار الصعب إن التماس الأمان في حضن أمريكا بلاها وهل وجد مبوت الأمان في هذا الحضن الأمريكي الغادر وهو العميل الأمريكي المخلص؟ وهل وجد شاه إيران العميل الأمريكي الآخر في أمريكا يؤويه حينما فر هاربا من الخمين لاجئا إلى الحضن الأمريكي إن حضن الأفاعي أكثر أمنا من هذا الحضن الغادر إن المصالح هي لغة هذا العالم القاسي الذي لا يرحم والبيت العربي هو صاحب المصلحة الواحدة وهو الذي يتهدده خطر واحد ويجمعه مصير واحد ويترصده عدو واحد وجمع شمل البيت العربي هو الخطوة الأولى إلى حل سليم وكبار هذا البيت وحكامه وأشرافه سوف يغيرون مواقفهم حينما يشعرون بالخطر يقترب من كراسيهم والخطر لن يعفي كبيرا ولا صغيرا والزلزال القادم لن يدعى أحدا في مكانه والانهيار السياسي سوف يشمل الكل وإذا اكتمل إدراكنا لهذه الحقيقية فإننا سوف ننجو فأمام الموت يتغير الناس وهم دائما يتبدلون إلى الأحسن نريد صحوة الموت قبل الموت وقبل أن ينهدم كل شيء على رؤوسنا ويستحيل الأصلاح إننا أمام دولة غادرة معتدية لا ذمة لها ولا عهد ولا ميثاق لقد مزقت ميثاق مدريد واتفاق أوسلو وهجمت بجرافاتها على أسوار القدس وهي تمارس البلطجة في حماية الراعي الأمريكي رئيس الكون فماذا يمنعها من خرق كامب ديفيد واكتساح سيناء إنها اليوم مقالات تكتب حبرا على ورق وغدا هي دماء تسيل وأقدار تتبدل وكل ما أحب أن ألفت إليه النظر وكل ما أرجوه أن نتصرف بالجدية اللازمة لمواجهة هذه الأخطار وأن نكف عن الاسترخاء وأن نصحوا وأن نفيق الفصل الحادي عشر الجوع تقول الأحصائيات إن هناك مئة مليون يموتون جوعا كل عام وأن هناك أضعافهم يموتون بسوء التغذية وتسارع الأمم المتحدة ومنظمات الصحية العالمية إلى حملات إسعاف عاجلة لإرسال شحنات من الأغذية إلى أماكن الكوارث فيما لا يشكل أكثر من ورقة توته لا تستر شيئا من خزى هذا العالم الغني بالخيرات الطافح بالنعم مجرد ماكياج تجميلي لهذا المنظر الإنساني المخجل لكن القبح يطل من تحت المساحيق يقول كاسترو إن المؤتمرات التي تعقد لعلاج مشكلة الجوع وتلقى فيها الخطب الرنانة والبحوث العلمية وتختم بالتوصيات والقرارات لا تنسى أن توزع على السادة المشاركين من الأجانب كتالوجات بأفضل الأماكن لتذوق البيتزا الشهية والكافيار والأيس كريم وأفضل السهرات لقضاء الويك اند ومن العجيب أن هذه الدول التي تساهم في تمثيلية علاج الجوع هي نفس الدول التي تصنع الجوع وهي نفس الدول التي تضرب الحصار الاقتصادية لتجويع شعوب مثل العراق وكوبا وليبيا وفلسطين وهي الدول التي تلقي بالقمح والزبد في البحر حتى لا ينخفض سعره وهي الدول التي تشتري الخامات الأولية من هذه البلاد الفقيرة بالسعر البخص لتعيد تصديرها مصنعة إلى نفس أصحابها بأسعار فلكية وهي نفس الدول التي تشعل الفتن والخلافات والحروب الأهلية في هذه الدول النامية الفقيرة لتفقرها أكثر وأكثر لتظل خاضعة وتابعة ومنقادة وذليلة وجائعة وما من حاكم ظالم جاء بانقلاب إلا كانت وراءه دولة كبرى تستعمله لامتصاص شعبه إن الذي يأتي بالأسعافات للضحايا هم القتلة الذين قتلوهم يقول ويلكمان ساخرا إن هدف هذه المؤتمرات الغذائية هي خفض عدد الجوع إلى النصف خلال عشرين سنة ولن يكون أحد من هؤلاء الجياع في عداد الأحياء حين ذاك ونضيف من عندنا أن العالم يسير إلى التصحر والجفاف والتلوث والأمراض الفيروسية والزلازل المدمرة والبراكين المزمجرة والسيول المغرقة وأن هناك كوارث تقترب سوف تشمل الكل في عباءتها ولن يميز شرها القادم بين دول نامية ودول متقدمة وإنما سوف يأخذ الكل وللأسف الشديد ليس لدي عنوين بمحلات البيتزا والكافيار والآيس كريم التي سوف تنجو من الدمار في ذلك الوقت ولا علم لي بتليفونات النجدة ساعتها وأغلب الظن أن النجدة ستكون ساعتها في حاجة إلى نجدة بقول ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والله وحده هو الذي بيده نجاتنا فهل يمكن أن يغير سكان هذا العالم ما بأنفسهم فيما تبقى من عمر هذه الأرض أشك في ذلك إن من كتب عند الله شقيا يعلم الله أنه شقي ولا أمل في صلاحه فلنغير من أنفسنا ولنعد عدتنا قبل أن يأتي الطوفان الفصل الثاني عشر حكاية الاستنساخ الاستنساخ كان أسلوب التكاثر الذي اختاره الخالق الحيوانات والنباتات الأولية الدنيئة ذوات الخلية الواحدة فكانت الخلية تنقسم إلى خليتين متماثلتين فيما يسمى في علم النبات بالانقسام الخضرة وهو نوع من التكاثر كان يؤدي إلى تدهور السلالة لأنه محض تكرار وبهذا الأسلوب كانت تتكاثر خلايا الخميرة وخلايا الأميبة وخلايا البكتيريا ومع ظهور صور الحياة الأرقي اقتضت حكمة الخالق أن يختار لها أسلوبا أرقي للتكاثر هو التزاوج فخلق الإناث والذكور من النبات والحيوان وجعل التلقيح بين البويضة والحيوان المنوى طورا ضروريا لنشأة خلية ملقحة تشتمل على أنساق منوعة من الأمشاج الأنثوية والذكرية وبحكم تنوع الأنساق جاء النسل متنوعا وبذلك حفلت الحياة بتعددية رائعة في الأشكال والأنساق واختلف الإخوة في أشكالهم وفي صفاتهم وفي مواهبهم حتى التوائم اختلفوا وتحولت الحياة إلى متحف بديع لا تتكرر فيه الصورة الواحدة وأصبح جنس العنكبوت فيه مئة الف مصنف وجنس الخنافس فيه مئتان وسبعون ألف مصنف لا تتماثل خنفسة مع أخرى وأصبحت الحياة ولادة تلقي بالجديد في كل لحظة وهي صورة من الغني والثراء تناسب قدرة بلا حدود لدى خالق عظيم مقتدر من أسمائه أنه الواسع العليم إنه الوسع والعلم هما اللذان جاء بكل هذا التنوع وجاء النسل الجديد بهذا الأسلوب الجديد أكثر قوة وأكثر تحملا وأكثر جمالا ومن عائلة الدجاج أخرج الله الطاووس والكروان البلبل والنسر والسقر والبوم مصنفات خارقة في جمالها وفي مواهبها ولكن إنسان العصر بكفره وغبائه جاء لينتكس بالحياة إلى بدايتها الدنيئة ويعود بها إلى عصر النسخ ويرجع إلى زمان الفوتوكوبي الذي انتهى منذ ثلاثة آلاف مليون سنة وهو يظن أنه يأتي بجديد وهذه الردة البيولوجية سوف تكون هدما لكل المكتسبات التي أثرت المحفل البيولوجي وسوف تعود بالإنسان إلى تكاثر الميكروبات والبكتيريا البدائية ولكن تأخذنا هذه الثورة الغبية خطوة واحدة إلى الأمام وإنما سترتد بنا مليون خطوة إلى وراء وقد تصدت كل منابر الاختصاص في العالم لهذه الموضة وطالبت بتحريمها وطالبت بتجريمها ليس غيرة علي الدين ولا انتصافا للخالق جل جلالة فلا أحد في أوروبا ولا في أمريكا بهتم بأمر الخالق ولا أحد يغضب للأديان وإنما لأنهم رأوا فيما يحدث إفسادا وهدما وتشويها للثراء البيولوجي الموجود وانتكاسا إلى الإفلاس والتكرار والقبح وعودة إلى دناءة البكتيريا والأميبة وخلايا الخميرة ولم يذكر أحد كلمة الله سوى البابا والفاتيكان ومشايخنا الكرام وفي نظري أن ما يحدث هو أول ثورة تنادي بالفقر والعودة بالحياة إلى عصر مطبعة البالوضة والذين يزعمون أنهم سوف يتمكنون بذلك من نسخ العباقرة هم واهمون فالنسخ عملية تخص الشكل والملامح والصفات المادية والعبقرية شيء آخر لا علاقة لها بالشكل والملامح الجسمانية العبقرية هي من أسرار النفوس ومن كوامنها وهي أسرار غير قابلة للنسخ ولا وجود لها في الجينات ولهذا لا تورث العبقرية ولا تورث الكمالات الأخلاقية ولا يورث النبل فلا يوجد للنبل جينات ولا للعبقرية مورثات ولم تخلق بعد مطبعة تطبع لنا نبوة سليمان ولا صبر أيوب وابن نوح جاء كافرا ولم يرث شيئا من نبوة أبيه إنما هي بعض عبثيات هذا الزمان وليس في الاستنساخ الذي يصنعونه خلق ولا إبداع ولا جديد وإنما مجرد طبع ونقل مصطرة من أصل خلقة الله ثم إنهم سوف يحتاجون إلى بويضة أنثوية ورحما وعملية حمل ووضع كما يحدث في أي ميلاد طبيعي والرحم لن يستطيع أن يحمل ربعمائة نسخة وإنما سوف يتسع للعدد الأقصى الطبيعي في التوائم فالحكاية لن تقدم لنا وفرة غير طبيعية ولن تحل لنا مشكلة الجوع فسوف نظل ندور في حدود ما يستطيع الرحم الحيواني الذي يحمل في داخله وسوف ينجح الاستنساخ في حالة من كل عشر حالات وبتكاليف مضاعفة وسوف يظل الحمل والوضع بالطرق الطبيعية أوفروا وأضمنوا للحصول على تنوع سلالة جميل وانتاج أكثر وأفضل فالحكاية كلها تقليعة وثورة في فنجان وطرافة علمية لا أكثر أما أحلام استنساخ هتلر وستالين وبيت هوفن وإنشتين فهي تخريف علمي وهذيان بلا أساس ولو استمروا في هذا العبث فلن يصنعوا عظماء بل مسوخا ولن يخرج من معاملهم أينشتين بل فرانكشتين ونسخة واحدة من النعجة دوللي تكلفت ثلاثة أرباع مليون دولار واستنساخ الإنسان أصعب بما لا يقاس من استنساخ دابة وإذا نجح المعمل في إصدار نسخة فسوف تكون بتكلفة عدة ملايين من الدولارات والحمل الطبيعي والولادة أرخص ويعطي نسخا أجمل وأكثر تنوعا بلا حدود ولكنه التمرد والثورة وغرام الإنسان بالعلو فوق الطبيعة وفوق القوانين وغرام العلماء بأن يقولوا ونحن أيضا نخلق وهم لم يخلقوا شيئا بل انحرفوا بالموجود وأفسدوه الفصل الثالث عشر الإسلام والأديان الأخرى يحدثنا القرآن الكريم بأن جميع رسل الله جاءوا بتعاليم واحدة ودين واحد هو الإسلام وسماهم الله في كتابه بالمسلمين آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وأيوب وزكريا وموسى وعيسي ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سماهم الله بالمسلمين وسما ديانتهم إسلاما وإنما جاء الاختلاف بسبب تقادم العهد على الكتب وتحريفها وتبديلها لحساب الملوك والكهان وطوائف المنتفعين فالتوراه التي كانت بضعة ألواح من الحجارة يحملها موسي حيث ذهب تحولت إلى كتاب ضخم من ألف صفحة بالبنت الصغير لوحملها موسي مكتوبة على الحجارة لكان عليه أن يحمل الهرم على كتفيه ومن أجل هذا نزل القرآن موثقا ومكتوبا ومحفوظا ليكون حجة على جميع الكتب ومهيمنا عليها لتكون له المرجعية على كل ما تتداوله الأيدي على أنه وحي وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون والمعنى أنهم إذا لم يتولوا معرضين وإذا التقوا واتفقوا على هذا الشرط فالكل مسلم ومعني مسلم هو من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن وبهذا المعنى يكون الذين اتبعوا الأديان السماوية الأخرى على أصولها التي نزلت بها مقبولين عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أذلك الإسلام الذي وصفناه وهو قاسم مشترك بين جميع الأديان وهو المبني على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي لا شرك فيه وعلى العمل الصالح والتقوى وعلى الإيمان بكل الرسل من أدم إلى النبي الخاتم والله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فلا جديد في دستور الإيمان فهو أمر قديم وثابت منذ آدم وصف الله المؤمنين الكمال بأنهم كل من آمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقد ختم الله الرسل بمحمد فلا يجوز الدعاء النبوة من بعده والقرآن يأمرنا بالبر باهل الأديان الأخرى الذين اختلفوا معنا فلا نقاتلهم إلا إذا قاتلونا وأخرجونا من ديارنا فإذا سالمونا سالمناهم وعاشرناهم بالمعروف حتى ولو أنكروا علينا عقائدنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين حتى المشرك له عندنا أمان إذا لم يبدأنا بعدوان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وقد واثق النبي المشركين يوم الحديبية وعقد معهم العهود والمواثيق كما واثق اليهود وعقد معهم العقود قبل معركة الخندق ولم يقاتلهم إلا بعد أن غدروا به ونكثوا عهودهم معه والقرآن يعلمنا أدب الحوار إذا جادلنا أهل الكتاب ويختار لنا العبارات الجميلة التي نخاطبهم بها وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أي لا داعي لأن نختلف ونشارك ونحن واقفون على عتبة إيمانية مشتركة وما يقربنا من بعضنا البعض أكثر بكثير مما يبعدنا والمعاشرة بالمعروف مع كل الطوائف والأديان المخالفة هي أصل من أصول الشريعة الإسلامية ولهذا اعتبر الإسلام خيمة جامعة للأديان كلها على اختلافها ونموذجا رفيعا للتعايش وحضنا رحيما يتسع للتعددية في الرأي والمعتقد ولكل أمراء الحق في أن يختار معتقدة وأن يمارس شعائره في حرية وأمره بعد ذلك موكول إلى الله وهو مسؤول أمامه عما أخطأ فيه وأصاب والمبدأ العام هو لكم دينكم وليدين وقد دخل الإسلام مصر غازيا منتصرا ومع ذلك أعطى الحق لكل مواطن في أن يختار دينه فإذا اختار النصرانية دفع جزية وبقي على دينه وهي ضريبة دفاع لأن المسلمين سوف يدافعون عنه في حالة أي حرب يشنها معتد فإذا حارب مع المسلمين رفعت عنه الجزية وكانت تلك الجزية مبلغا رمزيا بسيطا لا يساوي شيئا في الضرائب الباهظة التي ندفعها الآن للدولة مسلمون ونصاري الفصل الرابع عشر لا تصدقوهم علام يختلف أخوة النضال في أفغانستان فيقتل بعضهم بعضا ثم يات مقاتلون جدد من طلبة الشريعة يسمون أنفسهم بالطالبان بزرعون الأرض ألغاما ويشعلون كابول على سكانها ويحيلون عمارها خرابا ويستمر القتال إلى ما لا نهاية ولا نفهم شيئا سمعنا هؤلاء الطلبة الذين يحملون البازوكا والكلاشنكوف يتكلمون في حديث مع الـ CNN أمام التلفزيون يقولون إن التلفزيون حرام والموسيقى حرام ولا يحل من ألوان الموسيقي إلا طبول الحرب وأن تعليم البنات حرام ولا يجوز أن تبرح المرأة بيتها ويقولون هذه هي شريعة الإسلام ونحن جندنا أنفسنا للدفاع عن تلك الشريعة ورأيناهم يجمعون أكواما من الأجهزة التلفزيون تمهيدا لتحطيمها فهي صناعة الكفرة واختراعات الكفرة ولكن جهاز التلفزيون بريء تماما مما ينزل على شاشته وهو أداة محايدة يمكن أن نملأها بالعلم ويمكن أن نملأها بالعبث وهو مثل سكين يمكن أن تقشر بها تفاحة وتهديها إلى صاحبك ويمكن أن تقطع بها رقبته والتلفزيون يمكن أن يكون جامعة ويمكن أن يكون كباريه ولا ذنب له فيما يؤول إليه وبالمثل أسلحة البازوكا والكلاشنكوف التي يحملها طلبة الشريعة هي الأخرى صناعة الكفرة واختراعات الكفرة فكيف استحلوا هذه وحرموا تلك وبأي منطق يفكر هؤلاء الشباب وبأي منطق يقتل بعضهم بعضا وبحيلون أرضهم خرابا لقد زين لهم جهلهم أسبابا ومبررات لعدوانهم وهم لا يعرفون من الإسلام إلا ما قيل لهم وما وضع في أفواههم ومن ورائهم شياطين أقدر وأمكر يستعملونهم والشريعة الإسلامية بريئة من كل هذا الهراء ولا شيء هناك سوى قتال بدائيا على السلطة ومن وراء الكل هناك من يدفع وبمول ويلقي بالأسلحة والذخائر في أتون المعارك حتى لا يجتمع المسلمون على كلمة وحتى لا ترتفع للإسلام راية في أي مكان وحتى يصبح الإسلام محل الشبهة والاتهام ومنبع لكل مصيبة وقد التقت إرادة الغرب وإرادة إنجلترا وأمريكا على هذا الأمر وهذا الأرهاب الذي أسموه ظلما بالأرهاب الإسلامي له في بنوك أمريكا وإنجلترا أرصدت دولارية بالملايين وقد رأينا إنجلترا تحتضن هؤلاء الإرهابيين علنا وتنظم لهم مؤتمرا كبيرا ومائدة مستديرة ليجتمعوا عندها في لندن ثم رأيناها تنسحب في آخر لحظة خشية الفضيحة وخشية كشف المستور وفي كتاب علاقات خطرة لمؤلفه أندر وليسلي كوكبيرن وهو كتاب يكشف عما يجري في كواليس المخابرات الأمريكية الـ CIA والموساد رأينا جانبا من ذلك التنظيم السري الرهيب بين الاثنين لتمويل كل البؤر المشتعل في العالم لصناعة الانقلابات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ولتجنيد العملاء وشراء الزعماء وإفساد الذمم وتحريض الطوائف وأفقار الفقراء وقتل الأبرياء في مخطط دموي رهيب للهيمنة والسيادة على العالم بقوة السلاح وهو كتاب وثائقي كتبنا عنه بالتفصيل في حينه وطموح أمريكا للسيادة على العالم بل وللسيادة على الكون إن أمكن حكاية نراها في المكوك الفضائي الذي تلقى به في رحلات مكوكية وفي الأقمار الفضائية التي تلقى بها للتجسس وفي بحوث الليزر والفيزياء النووية وأسلحة الاستشعار المبكر وفي المليارات التي ترصدها لأجهزة التخابر وفي نفقات الحروب التي تعلنها والفتن التي تشعلها وفي البوارج والأساطيل وحاملات الطائرات التي ترسلها هنا وهناك وهو هلمان يحتاج إلى إنفاق وإلى أرقام فلكية من الملايين والمليارات ونفهم لماذا تشعل أمريكا حرب الخليج ثم لماذا تأتي لإطفائها لتجمع كل الثروة البترولية التي في أيدي الشيوخ بمقتضى فواتير سخية وأرقام دولارية فلكية ويدفع الكل ولا يجرؤ أحد أن يعترض فقد جاءت إلى الحرم البترولي مدعوة ونزلت بارض المعارك كمنقذه وملاك رحمة والتهديد ما زال قائما وصدام حسين ما زال موجودا وحاجة الشيوخ إليها مستمرة ونزيف المال العربي مستمر وكل السيناريو مصنوع من أوله إلى آخره فكل هذه أبواب مكسب لسداد نفقات العظمة والأبهة الأمريكية ونفهم لماذا تغازل أمريكا صدام حسين ولماذا تضربه ولماذا تجلس مع البرزاني وفي نفس الوقت تساعد عدوه الكردي الطالبانيه ولماذا تدخل في لعبة الأكراد ولماذا تنفخ في نار الفتن في كل مكان لتظل الحروب مشتعلة ولتبيع السلاح لجميع الأطراف وما يجري في العراق يجري في أفغانستان وفي فلسطين وفي صراع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي جنوب السودان وفي بوابة البحر الأحمر وما جرى في البوسن في الماضي وما جرى في البؤر المشتعلة في أمريكا اللاتينية هو استمرار لنفس السيناريو وكان لروسيا السوفيتية نفس الطموح للسيادة على العالم وقد تناطح الاثنان على الأرض في كل البؤر المشتعلة وأو شكاء يتناطحا في الفضاء في حرب نجوم ثم سقط العملاق الروسي فجأة بانهيار اقتصادي ولم يستطع أن يجاري أمريكا في مكرها ولا في إنفاقها وانفردت أمريكا بمقدرات الكوكب الأرض أو خيل لها أنها انفردت إنما هو المكر الإلهي المنفرد أزلا بكل شيء من وراء ستار الأسباب وما منا صغارنا وكبارنا إلا خادع أو مخدوع والله وحده من وراء غيبه يختبر الكل وقد أراد الله الحكمة في تقديره أن يدفع بأمريكا ومعها إسرائيل إلى مقدمة الأحداث لأمر بريده وهذا هو الفصل الحالي من الدراما الكونية الذي شاء لنا ربنا أن نحضره وشاء لنا أن نراه وأن نكون شهودا عليه ترى هل لنا دور فيما سوف يجري؟ أعتقد أن لنا دورا كبيرا فيما بعد على مسرح الحوادث الآن وأنه نفس الدور الذي كان لنا في أيام التطار وفي أيام الصيلبيين ولكن الصليبية القادمة هي صليبية يهودية لا علاقة لها بصليب ولا بمسيح وإنما مرادها الوحيد هو السيطرة على العالم القديم وعلى مستودع الطاقة والكنوز إنها حرب مصالح شرسة بمسميات دينية توراتية كاذبة والمواجهة قادمة لا محالة ليس الآن وليس غدا ولكن في المستقبل القريب وربما في السنوات الباقية من عمر الليكود فالأرض الفلسطينية التي ما زال ينهبها نيتنياهو وألوف المستوطنين الذين يزرعهم في الأرض المنهوبة عنوة واقتدارا وأكداس الأسلحة والترسانات الذرية والميكروبية والكميائية هي بالفعل إعلان حرب على كل جيرانه وما أجواء السلام والبيس بروسس إلا ديكور وبالوناة دخان وتغييب للعقول ومن وراء الدخان ومن وراء الأبتسمات الدبلوماسية كل شيء ينبيء بعنف قادم فإسرائيل لا تمهد لصلح ولا لسلام وإنما لاغدصاب الأرض ولمزيد من الأرض والسيادة والهيمنة والعلو على الكل وهي أمور لا يمكن أن تتحقق بالذوق وبالحسني ولا بسحر الابتسامات وإنما بالنار والرصاص والخلفية ليست خلفية ثقة بل خلفية كراهية وشك وتربص وحقد وحقد تاريخي لا يهدأ وأرجو أن يدرك المسؤولون هذه الحقائق جيدا وأن يحسبوا حسابها وأن يستعدوا لها ولا يناموا على الوعود وعلى أغنيات السلام الكاذبة وأصدقاؤنا في الغرب في انجلترا وأمريكا وأوروبا ليسوا أبرياء في هذه الصفقة وليسوا محايدين في هذه الخصومة بل هم مع الشيطان علينا وعمليات التهدئة التي يتطوعون بها من وقت الآخر ليست لحسابنا وإنما لحساب المعتدي وإذا كنا قد عسكرنا في معسكر الصبر فإن الله من وراء الصبر وهو الذي بيده الموازين وسوف يقلب الموازين في الوقت المعلوم ويدير الدائرة على الجبارين فهكذا كان شان التاريخ من أيام عاد وثمود ومن أيام الروم والفريس والمغول والتتار ومن أيام الإمبراطورية البريطانية التي غابت عنها الشمس ومن أيام الانهيار السوفيتي القريب فلا أحد يبقى على القمة ولا أحد يبقى في القاع وإنما هي دنيا لا دوام لها وأيام يداولها الخالق بين الناس ليجري بها العبرة فالزمو الصف يا عرب والزمو الصف يا مسلمون واتحدوا على كلمة واحدة وواجهوا الأزمة بكرامة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتهلكوا معهم إنه الاختبار وكل دنيان اختبار ولن تنفعكم أموالكم ولن تدوم لكم كراسيكم ولن يسلم في الساعة الخافضة الرافعة إلا الثابتون على الحق والمواجهة مع إسرائيل قدر هذا الزمان أما النكتة التي تصلح ختاما كوميديا لكل هذا الكلام فهي احتجاج نتنياهو على ما نقوم به من مناورات تدريبية في مصر وهي أمور روتينية ويزعم نتنياهو أننا نعكر بها وجه السلام يا سلام يقول هذا الكلام الرجل الذي ينتصب الأرض ويطرد أصحابها وينسف بيوتهم ويحبس المياه عن زراعاتهم ويكدس أهرامات السلاح ويزرع على حدودنا ترسانته النووية ويجهز ثلاثمائة رأس ذرية لليوم الدموي الذي يحلم به صحيح لختش ماتوا الفصل الأخير السير على درب المحبة حينما يقول القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فإننا لا نقف عند المنطوق الحرف للآية ولن فهم القوة في حدود الخيل وسلاح الفرسان كما فهمها السلف وإنما نفهمها من منظور عصرنا بمفهوم الدبابات وسلاح المدرعات وراجمات الصواريخ لأن كلمة ما استطعتم تتسع وتزداد فيها الاستطاعة البشرية مع ما يسنجد من مخترعات في كل عصر وهكذا يتسع المفهوم القرآني وتتسع التفاسير لمعاني جديدة لنفس الآيات القديمة التي فسرها السلف في حدودها الحرفية ولا يجز الوقوف عند الفهم السلفي بأي حال وإلا تحجرت الآيات في إيدينا وفقدت حيويتها والذي يقف بالقرآن الكريم عند التفاسير السلفية يظلم القرآن ويضيق من سعته ويوقف تدفقه ويسلبه صفة الكرم والغني ويجعله فقيرا محدود العطاء ولهذا يحتاج الداعية المخلص إلى مواصلة الاجتهاد وتثوير القرآن واستخراج كنوزه أما ترسيم حدود للمعاني القرآنية باسم السلفية أو الأصولية فإنه يؤدي إلى تحجر الإسلام نفسه وإلى انفصاله عن نهر الحياة المتجدد وهو أحد أسباب فشل المسلمين وتخلفهم في هذا الزمان فقد تصوروا أن أي اجتهاد في الفهم هو ابتداع وكفر وهو ما أدى إلى اختلافهم وانقسامهم إلى فرق يتهم بعضها بعضا ويضرب بعضها رقاب بعض مما أدى إلى توقف التفاعل بين الإسلام كدين حي مع تيار الحضارات المتجدد والإسلام من السعة والامتداد بحيث ينتهي من ناحية إلى طرف علماني كما ينتهي في الناحية الأخرى إلى طرف رباني لأنه يبدأ من الواقع من الأرض ويرتفع بهذا الواقع الأرض إلى عنان السماء ألا يقول الحديث للمسلم أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا فمن هو الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا إنه العلماني الذي تنتهى اهتماماته عند العالم حوله وعند الدنيا ومطلوباتها وهو لا يرى سوى ذلك ولا يعمل لغير ذلك وهو يتصرف كأنه سوف يعيش أبدا ولا يخطر له الموت على بعد ومن هو الذي يعمل الآخرته كانه يموت غدا إنه الرباني بلا شك الذي يرى الدنيا في حدودها كسراب وخيال زائل فلا يهتم إلا بآخرته وكانه سيموت غدا والإسلام يشتمل على الاثنين فيه الجانب الدنيوي وفيه الجانب الأخروي فهو دنيا ودين وهو ضد الرهبانية والعزلة والانفصال عن تيار الحياة كما أنه ضد الغرق والضياع في هذا التيار في الإسلام جانب ممكن أن يتفاهم مع هذا العصر العلماني الواقعي ويلتحم به ويكلمه بلغته كما أن فيه ذلك الجانب الآخر الرباني المتعالى الذي يستطيع أن يتفاهم مع المذاهب التجريدية والفلسفات الروحية والشطحات الصوفية بجميع ألوانها الإسلام ليس بالضيق والانغلاق الذي بصورة الأصوليون المتزمتون بل هو دين رحب شديد الرحابة يشتمل في عباءته على كل اجتهادات العقول وعلى كل وحي النبوات وعلى كل سبحات الأرواح من أيام آدم إلى الآن ولا خوف على الإسلام من أي فئة فهو قادر على محاورة الجميع في أصالة واقتدار إن التلقيح بين الأضاد أمر مطلوب وسوف ينتج شخصية جديدة أكثر مناعة وأكثر قدرة على التعامل مع هذا الصدام بين الحضارات الذي أوشك أن يستعصي على الحل وأوشك أن ينفجر في حروب إبادة إني أنظر إلى الإسلام الذي مد يده إلى علمانية تركيا في الشمال ومديده في الجنوب إلى تصلب نيتانياهو وصهي نيته في نية مخلصة للمصالحة فأرى أقصى درجة من الموادعة والمسالمة وأعجب كيف يتهم الإسلام بعد كل هذا بالتعصب وأتساءل من الذي يحرك نيران الفتنة ومن ينفخ في الرماد ليشتعل من جديد إنهم ليسوا المسلمين بأي حال ولكنها الفئة الباغية إن الذين تظاهروا ضد البابا في فرنسا والذين هبوا في وجه جارود وفي وجه صديقه القس حينما نشر كتابه عن أسطورة الستة ملايين يهودي الذين أحرقوا في أيام النازي لم يكونوا مسلمين بل كانوا صهاينة فرنسا الذين يرفضون أي تفاهم ويرفضون أي دين والصهيونية في كل مكان هي التي تغذي التطرف وهي التي تقف أمام أي رغبة في السلام أو المصالحة وهي التي تسعى إلى الحرب والصدام إنهم هم أنفسهم الذين كانوا خلف حروب الأوس والخزرج في الماضي وهم اليوم الذين وراء الصيحات الرافضة لأي تفاهم لأي تسوية وهم الذين يمثلون الصلف والكبر الإبليسي الذي لا يرضى بأقل من الهيمن والتسلط والسيادة بل هم إبليس نفسه الذي قال لربه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فهم يخططون بالفعل ليكون لهم نصيب من الألوهية على الأرض وحق معلوم من رقاب العباد والإعلام الصهيوني الآن عن طريق الأقمار الفضائية وأطباق البث التلفزيوني وعن طريق الصحف والمجلات والأفلام والكتب يقوم بغسيل مخ جموعي للشباب لتفريغ هذا المخ من كل مايفيد ولملئه بما يريدون من هراء وانحلال وفساد ولأن الشباب هو المستقبل فهم سوف يهدمون بذلك المستقبل ويقيمون هيكلهم المرتقب على أنقاضه أما تجمع العرب الأفغان في أفغانستان وما يشعلونه من حروب على الضفة الأخرى من نهر الشباب الضال باسم الأممية الإسلامية وباسم الأصولية ويستهدفون بها قلب نظم الحكم واغتيال الحكام في العالم الإسلامي والعربي وصولا إلى الأممية والخلافة المثلى فهو التخريب من الداخل للإسلام والهدم الخطير لتعاليمه ولروحه الحقيقية والإسلام روح والقرآن روح والإسلام لا يأتي بالقهر ولا يتنزل من سماء الجماعات الإرهابية بقوة السلاح وهو ضد الإكراء الإسلام اقتناع بانفعال حر ومحبة وهو انقلاب سلمي في داخل ضمير الفرد يؤدي إلى استنارة كاملة وتطوع كلا للخير وسجود شامل وعرفان للواحد الخالق لكل شيء والإسلام لا يأتي بقرار وزاري من حاكم ولا برصاصة طائشة من إرهابي والإسلام دين حوار وتفاهم ودين عقل ومنطق قل هاتوا برهانكم ودين سماحة ووداعة عقوبته لأعدائه هي الهجر الجميل وهجرهم هجرا جميلا هل رأيتم هجرا جميلا؟ ذلك هو هجرنا لأعدائنا واللغة الجميلة الحسنة هي شرط في تخاطبنا وقولوا للناس حسنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ونحن لا نقاتل إلى من يبدأنا بقتال أين كل هذا من قنابل المسامير ورصاص دمدم وإشعال الحرائق وهدم البيوت على أهلها وجنون التعصب وهستيريا التخلف التي نجدها في منشورات هذا الزمان أين هذا من العبث والجنون الذي يجري في أفغانستان؟ عودوا إلى العقل يرحمكم الله فحتى الحروب تحتاج إلى عقل وحكمة وتوقيت وإذا كان التوفيق قد أخطأنا فلأننا أخطأنا التوقيت فلم يأذن لنا بعد ربنا بحرب ولو أذن لنا ليسر لنا أسبابها ولأقدرنا على الانتصار فيها وفي مأثور كلام العارفين علامة الإذن التيسير إننا في رباط على حدودنا لندافع عنها وفي رباط على حدودنا العربية لنشد من أزر هذه الوحدة ونجعل منها صفا واحدا كالبنيان المرصوص نواجه به الطامعين حولنا ونحن نأخذ بعلوم العمر لنطور اقتصادنا وصناعتنا وزراعتنا وتجارتنا لنكون أكثر حضورا في زمن لا حضور فيه إلا للأقوياء وهذه أسباب لا سبيل إلى دخول بوابة العصر بدونها ولا سبيل إلى سلام محترم بدونها ولا سبيل إلى انتصار في حرب بدونها فهي مؤشرات العافية والصحة في بنيان الأمم والإيمان بالله هو المناعة التي سنتفوق بها على غيرنا من الذين سبقونا في تنمية أجسامهم وأبدانهم واقتصادهم وثرواتهم وصناعاتهم ومن الذين نسوا أرواحهم وأهملوا ضمائرهم وأغفلوا إلههم وخالقهم والله هو سلاح الأسلحة وينبوع القوة يقول ربنا في قرانه الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهو تهديد مبطن لكل من يفكر في الاعتداء على مؤمن ودفاع ربنا حاضر بشرط استنفاذ المؤمن لكل حياله ووسائله وبشرط إيمانه وطاعته وتوكله وكل ما أرجوه أن نكون مؤمنين صادق الإيمان حتى نكون ممن وعد الله بنصرهم والدفاع عنهم فالله سبحانه لا ينصر إلا من ينصره فهو القائل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم تم الكتاب كنتم تستمعون إلى كتاب إسرائيل البداية والنهاية من قناة ورقة